موسيقى انا قلت لصاحبه هننتظر لما نرد عليه لانه سؤال مهم جدا هننتظر لما نرد عليها على العام لانه سؤال مهم جدا فحبيت ان كل الناس تستفيد قلت يا شباب كان معنى السؤال ايه يا باش مهندس حكم ان انا استطرقت المرة اللي فاتت اه في موضوع العقود والحاجات دي والكلام والكلام ده كله فقال لي يا باش مهندس واحنا بتوح تخطيط ولا بتوح عقود ولا ايه فحسيت ان هو تايا يعني فدي سؤال بينطرح على معظم الناس لدخلين المجال بتاع ادارة المشروعات جديد تمام باختصار كده هنفهم عن اربط لحضرتك ايه اهم ثلاث عناصر في ادارة المشروعات وليس كل ادارة المشروعات بوص يا باش مهندس حضرتك اه التخطيط تمام والعقود في ادارة المشروعات ومراقبة التكاليف او الكوست كنترول تمام البلانيك والكنتراكتس والكوست كنترول لما ليجي نتكلم عن التخطيط يا شباب التخطيط جزئين الدولة لها الاسكادولينج والمراقبة والتحكم يعني انا بنعمل برنامج زمني وبعد كده بنعمله مراقبة وتحكم ولكن التخطيط برضو اه العقود نتكلم عن العقود العقود بتنقسم لجزئين يا شباب بتنقسم الى مطالبات وعقود تمام اه بنتكلم عن الجدولة جدولة المشاريع اننا بنعمل برنامج زمني اللي احنا حضرتك اننا بشرحه لحضرتك دلوقتي حالة وايه كمان ويه جدولة الاجتماعات دور مدير المشروع دور مهندس التخطيط انه هو فعلا يعمل عملية تنظيم للاجتماعات ليه الكلام ده كله وبرضو الاجتماعات بتنقسم لجزئين اجتماعات داخلية واجتماعات خارجية دي ليست كل ادارة المشروعات طبعا انا ما اتكلمتش على ولا اتكلمت على ولا اتكلمت على دي كله اقسام تحت ادارة المشروعات ولكن انت كابلانر بتلاقي نفسك اكباري او تطور الطبيعي مع السن بتاع حضرتك بتلاقي نفسك انت بتشتغل اه المجالات دي بمعنى انا حاليا ما بشتغلش تخطيط انا عندي ناس مهندسين زملاء اصغر مني في السنة انشغالين تخطيط تمام انا بيبادوري ايه دوري انا حاليا في الجزيش اللي انا فيه انا احتبر ايه عقود مهندس عقود او بنبدأ نعمل لما تخش الشركة في مشكلة بنبدأ نخش في المقالبات بنعمل يعني مدخصص في المطالبات ولكن انا مدرسة التخطيط يعني انا كنت مهندس تخطيط قبل كده تمام فالتطور قطاع حضرتك انت بتنتقل من مهندس تخطيط مع السن شوية بتقول بقى انت مدير تخطيط بتجيب مهندسين مش هتوقعوا تعمل بقى ديوريشن وريليشن ودغي وبي اس وتحط الكلام ده كل ولكن عندك مهندسين صغيرين حتستخرق بتبدأ تدربهم على تحت ايض حضرتك وبعد كده بتت اطور طيب نيجي بعد كده انا بس مش عايز اطور في الموضوع دي لان الموضوع دي في كلام كتير ولكن انا حبيت اجاوب على السؤال بالصورة مختصرة لاني في ناس كتير بتسأله وهو بيعمل لابسة عندي ناس كتير طيب جدولة المشاريع حضرتك لما تعمل البرنامج الزمن يا بش مهندس اول ما بيعتمد من من الاستشاري او الاونر لو ما بدأتش تعمل عليه اصبح معاش له فايدل يعني بعد اسبوع من الاعتماد لو ما بدأتش تتابع عليه والناس يتابع ويعمل لك الابديت والبروجرس وتعمل وتعمل وتشوف النتائج بتاعتك وتحس بقيمة البرنامج الزمني مالوش اي فايدة طيب لذلك انا بقول له حضرتك ان واللون الاخضر يا بش مهندسين انا على فكرة دي الرسمة دي دي اجتهاج شخصي تمام قد تحتمل الصحة وقد تحتمل الخطأ ليس بمرجل ولكن بخبرة علمية او بحكم ان انا في السوق فدي تخيل شخصي ليا للسيريونهات اللي ماشية ازاي جدولة المشاريع يا بش مهندسين اه اللون اللون حضرتك انا من من حكم صعوبة العملية معنى صح مرافق التكاليف بتحتاج مجبوط فعلا صح ولو اتكلمت عليها طبعا احتمال نقدفها كورس بتحتاج ناس محاسبين معاك وبتحتاج مهندسين وازاي تعمل مثلا اه المحاسبة الادارية وازاي يكون عندك خلفية عن القيود وازاي تقرأ ايه يعني ايه ارقود عشان تعمل بينك وبين المحاسبين اللي معاك في الشركة وتبدأ تعمل كنترول بطريقة صح يعني تمام طيب اه اللون الاحمر يعني بيحتمل جهد جهد شوية وبيحتمل شغل كزلك المونتران كنترول بيحتاج مراخبة ولازم تتابع في الموقع ولازم تعمل تقارير وترفع وبتتقل لجدولة المشاريع بمعنى ان البرامج الزمنية لاحظ ان انا بشاور هنا على البرامج الزمنية فيها علاقة بينها وبين المونترينج بمعنى اننا لو ما فيش مش هنعرف نعمل برنامج زمن. تمام? بعد كده بعد كده يا باشوهندس في علاقة بين والجدول الزمنية وبعد كده لو انا ما عنديش برنامج زمني قوي وموضح ومعمول له مش هنعرف نعمل على الاجتماعات لان لازم ننظم الاجتماعات إيه اللي هيتكلم فيه النهاردة إيه اللي مش هنتكلم فيه وإيه اللي هنعمل مثلا نعمل حاجة اسمها أو أو والكلام ده كله طيب ايه الفايدة من كلام ده كله الفايدة من الكلام ده كله يا بش مهندسين انا لو ما عنديش جدولة انا ده كله يا اما عايز احمي لو انا احمي شركتي من غرامة التأخير يا اما نجيب لها وقت يا اما يجيب لها فلوس يا اما احميها من ان يقع عليها غرامة تأخير تمام كل هدفي أو كل الهدف من إدارة المشروعات وفي نفس الوقت طبعا الاونر عايز تطمن على فلوسه وعايز يتابع ولكن لو انت من منظور المقاون انت هدفك ان انت تخلص في الوقت يعني ايه الكونستركشن بروجيك لما نجيب نتكلم على البي ايه بقوليه الكونستركشن بروجيك are expected to be finished with a budget on time and with a required equality ومعندي ثلاث حاجات لازم نهتم بيهم الكوست ويهي التايم والكواليتي بمعنى ان انا دي هدفنا احنا كناس شغالة في إدارة المشروعات عموما يعني مش نتكلم عن التخطيط التخطيط هو جزء من إدارة المشروعات تمام طيب بعد كده لازم حضرتك بتكون فاهم برضو عشان ترفع مطالبة لازم تكون فاهم في في العقود ولازم يكون عندك جدولة قوية جدا ولازم تكون منظم منظم في الاجتماعات والاجتماعات بتاعتك ايه مرتبة ومجدولها ليه لاننا عندي عشان نعمل مطالبة عندي اربع عناصر مهمين هي الكوز والإفاكت والإنتايت المانت والسبستانت يشان الكلام دي كله انا هستطرخ فيه ان شاء الله لو قدمت كورسي بالكلام ولكن اكتفي بهذا القد وحضرتك افهم لتشارت دي لو اي حد عنده تعديل عليه ولكن مش كل ادارة المشروعات انا ما تكلمتش عن انا ما تكلمتش عن او انا ما تكلمتش عن تمام يا باشمهندسين دي كانت اجابة احد انا بنجاوب بس على احد الزملاء تقريبا اسمه عمر رجب تقريبا او عمر رجب على ما اتذكر فدي الاجابة اللي كنت حضرتك عايزها يا باشمهندسين هننتقل بعد كده للمحاضرة التامنة بتاعتنا اه اتكلمنا يا شباب احنا وصلنا للصورة دي ان احنا مجرد عملنا للانشطة بتاعتنا وكانت الانشطة بتاعت حضرتك متحمل عليها الكوست والريسورس يعني بمعنى ان انا متحمل كل حاجة يعني مش هنشيل هامل الكوست والريسورس هنبدأ اول خطوة ان شاء الله بالوقت حالا هنبدأ نعمل ايه نعمل الو بي اس عشان نسكن كل نشاط تحت الو بي اس بتاعه تمام اه هنشوف الو بي اس اللي احنا كنا منظمينها على اللي هي دي يا بش مهندسين اللي هي الو بي اس طبعا بتنترك تحتها كل التلات حاجات دول هنشوفوا بقى ايه الترتيبة كانت اول حاجة هنغير اسم المشروع نخليه مثلا بنفس الكيس استاد اللي احنا كنا بنقول عليها انا طبعا كنت عاملو انا هنخليه ايه في اسم المشروع تحت منه هنقول اد من على اليمين من اقصى من اقصى اليمين من فوق هنقول اد ايه اللي تحت منه اللي تحت منه يا بش مهندسين عنده احنا عندنا اه اربعة زونز زون واحد وزون اتنين طبعا هنا الترتيبة دي كانت ترتيبة المشروع الرئيسي كانت مديين بزون اتنين ولكن انا هبدأ ايه بزون واحد اه هنا هنقوله زون واحد وهنا برضو ممكن نعدل هنا نقوله مسلا زيرو عشان يقرأ معايا مش طائم نقوله زيرو واحد اه وهنقوله هنا دي زون واحد تحت الزون واحد بش مهندسين كان اه تحت الزون واحد كان اه زون زون واحد فيز واحد وزون واحد فيز اتنين كان تحت منها اربعة فيز على ماء زي ما انتم متذكرين. هنبدأ اه نعمل اه اه زون واحد يبقى تي ديه بقية ديه اه زون واحد فيز واحد تمام? وهنقول له اه ديه تحتها. زون واحد فيز اتنين وزون واحد فيز تلاتة وزون واحد فيز اربعة. احنا تلقى طبعا ايه في زون واحدة? عن قسمة التأسام بتاعتنا زون واحد فيز اتنين. تلاتة. اربعة. تمام? اه هنا عندنا فيز واحد فيز اتنين فيز تلاتة فيز اربعة. تحت منزون واحد اه تحت منزون واحد فيز واحد. اه عندنا اه اه عندنا تقريبا سبع شبكات. على ما اتذكر كانوا سبعة. ارو معنا سبع شبكات. البوتابول اه السور سيستم والبوتابول وادر والا. طيب نبدأه ايه? نبدأه نعمله نقول له insert. واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. كله دي. لحتيه. لحتيه. تمام. نبدأ ناخد باقي اه. اول سي. احنا دلوقتي فيز زون واحد فيز اه 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 ازون واحد. ازون واحد فيز واحد سور سستم. بعد كده زون واحد فيز واحد اه 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 اغير ماشي مش مشكلة نبقى ايه? نجيبها من السيل افضل اسرع. اه كنترول سي. واحد احنا دلوقتي في الشبكة رقم اتنين. بعد كده احنا طبعا هنعدلها دلوقتي حالا يعني هنبدأ نعدل في الارقام باسرع مش هنبدأ ناخد كله كبيرستي اول واحدة بس هنعملها. اه زون اه زون واحد زون واحد اه بعدها الشبكة الالكتيركال. زون واحد فيز واحد الالكتيركال. اه الاكتيركال سيربيس. اه الشبكة رقم اه خمسة الالكتيركال. اه زون واحد. اه زون واحد. اه بعد كده التلكمميكيشن. اه شبكة معنا اللي هي او اخر اعمال يعني لان مش شبكة هي اعمال. تمام. طيب. اه بعد كده باش مهندسين اه هنبدأ احنا دلوقتي خلصنا زون واحد. هناخد الكابي. من اول هنا. كنترول سي. اه كنترول اه هنا هنقوله. اوكي. اصبحوا كل جم تحت اه الزون اتنين. هنبدأ اه هنبدأ اه نقوله. من اول هنا ممكن تقوله بص ريش مهندس. هتقوله كنترول اف. اه اسف كنترول اه اه ار. تمام? هتقوله. حاول لي. حاول لي. طبعا دي بتستعملها في حاجات كتير قوي يعني. هتقوله هتحول لي من فيز. احنا طبعا اللي اتغير عندنا زون واحد سافتها هي الفيز. هتبقى من فيز واحد لفيز اتنين. هتقوله فيز واحد. عدل هالي لفيز اتنين. وتبدأ تقوله بس مش ريبليس اول. لو عملت له ريبليس اولي باش مانس حيغير لك كله. فوق واللتاع. هتقوله بدأ يغيره واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. عشان نقل لفوق. تمام? طيب هناخد دول برضو كابي. اه كنترول سي. وهنوقف هنا. هنقول له تمام? اللي هيتغير عندنا باقي. عندنا فيز اه من من فيز اه اللي هتتغير عندنا من اه الفيز من فيز اتنين لفيز تلاتة. هتقول له كنترول ار. هتقوله غير لي فيز اتنين. لي فيز اه تلاتة. وحضرتك واقف فين? واقف تحت كلمة فيز تلاتة. هتقول له ولا يسيريبليس اول. لما تكون عايز تغير كله مع بعض وممكن تقول تريبليس اول بيعملها في سواء. تمام? هتقول له واحد اتنين تلاتة اوت افعة خمسة ستة اخر واحدة نقط معك لأول واحدة فوق. لا اوقف على كده. بعد كده هناخد الشبكة. اخر اه كنترول سي. دي اللي هتتغير من من زون تلاتة لزون زي ما عملنا المرة اللي فاتت. دي اعتبه من زون تلاتة لزون اربعة. تلاتة اعتبه ليه خاصة من من اسف من من فيز تلاتة لفيز اربعة. تمام? وهتقول له زي ما عملنا. تمام? طيب. كده احنا خلصنا خلصنا كده ايه? خلصنا زون واحد. تمام? زون واحد بكل الاعمال اللي فيه. تمام? هنيجي واختها كلها على بعضها كده. وتوقف تحت تحت اسم المشروع مسلا وتقوله هقوله او اوكي. تمام? اصبح ايه? هو واحد طالك فوق اتجي منزلها تحت لان هي خاصة ايه? خاصة واحد قوله ايه? خاصة بزون اه بزون اتنين. زون اتنين. طيب انت عتقوله دلوقتي ايه? كل زون اتنين هنا. كل زون اه زون انا عملناها زون انا زون اتنين مش زون تلاتة. زون اتنين. تمام? زون اتنين تحتها ايه? تحتها اه تحتها الاعمال بتاعتها اللي الفيز واحد اهوت بس طبعا لسه ما زالت زون واحد. تمام? هتجي معدل حضرتك تقوله اه هتجي معدل حضرتك هتقوله اه زون واحد فيز واحد خليها لي اخد دي كابي كنترول في كما عملنا. اللي هيتغير ايه? اللي هيتغير زون واحد فيز واحد هتحخليها لزون اه لزون اتنين. لا فيز اتنين هتزبط زي ما هي اه الاولانية داتة. يبقى فيز واحد. يبقى هنغير هنغير دي. تمام? هقول له حضرتك الزد واحد خليها لي ايه? خليها لي زد اتنين. تمام يا بشوان دي سين? يبقى انا هنقوله ايه? وهنقوله بدأ يعدل اهوت. اهوت لاحظ ايه? نقل ايه? نقل ايه? نقل في في الفيزي التانية. يعني بدلا ما تقول بزون واحد وبزون اتنين فيز اتنين اهو. تمام? يعني كل الحكاية انا بعدل ايه? انا لقط في واحدة هنا واحد عشرين هنعدلها امان وال دلوقتي. اه زون اتنين زون اتنين. اول ما تلاقي نقل معك فوق اوقف على كده. في بس حاجة احنا لقطناها هنا واحد وعشرين احنا كنا دي عاملينها واحد وعشرين اصلا احنا كنا والتنين فيها في الاول. يعني مفروض تبزون اه زون واحد. عشان كده هو ايه? اه زون واحد كده دين زفراتت. زون واحد كده دين تمام. زون تلاتة هنا زون اربعة اه زون اربعة. اه زون واحد فيز اربعة. ايات زون واحد فيز اربعة دي زون واحد. عادة ال WBS بسبب الارقام الكتير دي ممكن يطلع بتحاول تركز فيها باش هنتشيل الواحد اللي هنا. تمام? آآ بعد كده في واحد هنا برضو هنشيله. آآ تنفيزون اتنين شايفة انا واحد كمان برضو في الاخر هنا بد ان واحد يشيلنا تبقى ايه. آآ شيل الواحد ده. هنمر رجع مش هتخطأ احسى الخطأ اللي احنا نازم نزبطه المرة دي. آآ شيلنا الواحد ده. تمام كده يا باش مهندسيني احنا كده عملنا ايه? عملنا. عملنا زون واحد بالفيزات بتاعتها. وعملنا زون اتنين بالفيزات بتاعتها. هنعمل بقى زون تلاتة وزون اربعة. كابي. اوقف هنا حضرتك. ليه انا بقول لك وقف فوق هنا يا باش مهندس. لانك لو ما وقفتش فوق هنا هيدخلها لك تحت زون اتنين وتعود تعدي الفات كتير كتير. فاند توقف فوق وتنزلها مرة واحدة افضل. ماشي. تقول له توقف تحت المشروع اسم المشروع نفسه. قفلها تاني وتيجي منزلهم تحت. تيجي منزلها ايه? اخر واحدة تحت. وهتيجي حضرتك ايه? معدلها. دلوقتي في زون ايه? في زون تلاتة. وخليكم فاكريني يا باش مهندسيني الزون تلاتة كانت تلاتة فيز. تمام? يعني بمعنى صح قبل ما ما ننسى ممكن ايه? ندلتها. طب خليها ماشية. هندلتها في الاخر. آآ هنقول له كنترول. حضرتك هتغير لي الزد زيرو تولي خاصة بزون آآ الفيزات سابتة يا فز واحد فز اتنين بتتكرر ايه في كل زون? آآ هنغير انا هنقول له غير لي زون اتنين لي زون آآ تلاتة لي زد من زد اتنين هنخليها لي زي تلاتة. آآ بدأ يعدل. قلت له حضرتك متعمل هاشر بليس اول. دي اخر واحدة. تمام? آآ نرجح كده خلصنا. خلصنا زون واحد. خلصنا زون اتنين. خلصنا زون تلاتة. هاتلي تلاتة كابي. وحطها لتحت الشفا اقول له. آآ وفيلها ونزلها تحت لنا تتبقى ايه. تبقى زون اربعة. زون اربعة. تمام? وهنبدأ زي ما عملنا برضو. حول لكل ما هي كنترول ار. غير لي كل زي تلاتة. خلها لي زي اربعة. وقول له. one by one. تمام? وقبل ما ننسى لازم نروح على آآ كده احنا خلصنا في اللي دي. خلصنا خلصنا كده الاربع في زات. بس قبل ما ننسى ان زي ان زون تلاتة كانت تلات مناطق. لو حضراتكم فاكرين يعني. مش فاكرين راجعوا الفيديوهات. ولكن ايه? آآ كانت تلات مناطق. يعني اربعة دي حتى ايه? حندلتها بالكامل. كل ما فيها ان يبقى مش عايزينها. تمام? يبقى اصبح ايه? ان آآ ان تلاتة. آآ ان تلاتة تلاتة مناطق. تمام? لو قلنا له. آآ آآ стلاتة اقول له. اوكي? كده يا مش مهندسين انه زون واحد فيها اربعة فيزز. زي واحد فيزز واحد. زون اتنين. آآ زون واحد فيز تلاتة. زون واحد فيز اربعة. وزون اتنين بردو نفس القصة فيها اربعة فيزز. وزون تلاتة فيها تلاتة فيزز فقط. وزون آآ وزون اربعة فيها اربعة فيزز. تمام? كده احنا عملنا WBS بتاعيدنا وعملناها في سواني لم ياخدناش في الوقت ايه? بننتقل كده بعد ايه? بننتقل على البرنامج. بنيجي مسئلة دايما بتجينا على طول. قولي يا باش ماندس انا بعد ما عملت مش لقيها. حضرتك بتروح على جروب انت سورت. وتشيل هايد اف امتي. بتشيل على العلامة دي وتقول له بتظهر ايه? بتظهر بتحتك تحت خالص. هيا. طيب. هنبدأ بعد كده ايه? نبدأ نسكن كل آآ كل انشطة في مكانها. تمام? كل كل نشاط في الدبيو باس بتاعها. تمام يا باش ماندسين? طيب. من تحت بقى لفوق. انا هشتغل من تحت الفوق. ازاي? انا هبدأ هخلص زون انا خلص آآ زون اربعة الاول. بعد كده هخلص زون اتنين. وبعد كده هخلص زون تلاتة وخلص زون زون واحد في الاخر خلاص. وهتعرف ليه انا ببدأ من تحت الفوق. تمام? طيب نقفل ده نقفل زون واحد ونقفل زون اتنين ونقفل زون تلاتة. يتبقى عندنا زون اربعة. تمام? بتبدأ واقف كده باش مانتسين دي فايدت بقى الكود لما قلت لحضرتك كود على كل نشاط ما تعتمدش على الاي دي لانك لو اعتمدت على الاي دي في الحالة دي هتبتدت تقول هي واقفة من مين بوقفت فين? فانا طول ما انا شايف انا طالع كده عما لابص هنا عما لابص بعيني هنا لسه مازالت زون اربعة لسه مازالت زون اربعة زون اربعة اهيت لسه تنت الاعمال تابعة زون اربعة اهو بسرعة آآ لسه زون اربعة آآ زون اربعة اهوت اول ما تقرأ معانا زون تلاتة اقفة لحظة ويبدأ ابصل زون تلاتة عن اربعة دي كانت اخر اهو بص يا باش مانتسين دي اخر حاجة في زون اربعة حضرتك بتقف هنا على اخر واحدة كده وبتيجي نازل تحت كده تمام الحد بتوقف على الانشطة وبعدين بتقول له انت وايف على الواحدة ويجي متعلم عليهم تمام كده انت ايه علمت عليهم كلا. تمام يا باش مانتس? بعد كده بتوقف على يدك اليمين خالص لحد ما يديك علامة المربع لاحظ تحت الموس كده خالص ادني علامة ايه مربح صغيرة كده تحت الموس. بتيجي دايس كليك شمال وتفضل ثابت وانت دايس دايس على طول الحاد لما توقف على زون اربعة حطها تحت زون اربعة. كده حطينا اول مجموعة انشطة تحت زون اربعة. ما فيش مشكلة دي اول مرحلة اقفلها وابدأ فشيلي على زون تلاتة. تمام? انا عمل نبص هوات على زي تلاتة. دي فايدة حضرتك لما قلت لك كود كل نشاط. والفعل لازم يكون كل نشاط يكون يونيك. عشان هتحتاجوا بعد كده وانت بتعمل المونترينج والاوب ديتي من الخلام ده كل. انا عمل ابص هوات بسرعة بعيني يا هوات. بلقط الحاد ما اللاقي ايه. انا عيني على زي زيرو كزا. زي زيرو تلاتة. زي زيرو تلاتة. اهو. ادى دي اخر ايه? دي زي زيرو اتنين. بداية زور اتنين. اوات زيرو تلاتة. بتعلم على اول واحدة. وتيجي نازل بالموس تاني. الحاد ما توصل للدبيو بس اللي تحت. وتدوس حضرتك شفت. تمام? وتروح على الشمال خالص. على الشمال خالص لحد ما ادي علامة المربع. وتيجي حطيتها تحت ايه? تحت آآ زي تلاتة. تمام? حضرك لو وقفت كده. هتلاقي تحت ايه? تحت زون تلاتة. تمام? لسه مسكنناش كل واحدة تحت الفيس بتاعيتها لاحظ. انا حطيتها كل اللي حطيتها. دخلت اعمال الزون جوه على بعضها. تمام? طيب? بعد كده حضرتك هتآ هتيجي داخل على زون اتنين. تعال نقفل بقى نقفل زون تلاتة كده واحدة واحدة. تعال نخش بقى على زون اتنين. الاعمال بتاعت زون اتنين. انا بطلع بسرعة بالموسة هو. انا عيني على آآ زي زيرو كزا. زي زيرو اتنين. زي زيرو اتنين ما زالت. او بقى لسه ما زالت زيرو اتنين. زيرو اتنين هنا هيت. آآ زيرو واحد. آآ زيرو واحد. زيرو واحد. هنا زيرو زي زيرو واحد. زيرو واحد. ايوة. يبقى تقريبا ايه? دي اخر واحدة هيت. دي اخر واحدة في آآ الاعمال بتاعت زون اتنين. زي ما حضرتك بتنزل. بتعلم عليهم كلك. تروح على الشمال خالص لحد تجي تحت ايه? زون تلاتة دايس على طول زون اتنين وينزيم. اخر واحدة طبعا لها زون واحد تروح على اول واحدة كده. دي الفايدة انك بتجيب من فوق لتحت. اه وتدوس على وتعلم عليهم وتجيبهم تحت زون اه اسف ده احنا جبناهم تحت زون اتنين. كده غلطنا غلطة على فكرة انا جبتها بالخطأ تحت زون اتنين. وكويس ان احنا اخطأنا. طبعا زون واحد لسه ما فهاش حاجة. فعلى باقي نبدأ نعيد الكرة من تاني. من اول اهوة اه لان انا حطيتهم بالخطأ تحت زون واحد زون اتنين. اهوة فين الفاصل الفيصل اهو. ايوة دي كده اهو تمام. اطلع فوق بها المرة دي. وناخدهم كده ايه? اقول لهم لا انتوا تابع زون واحد. تمام? اه تابع زون واحد. تمام? طيب. بعد كده نفس القصة هات من تحت الفوق ما فيش مشكلة عايز تجيبها ايه? اه هنبدأ بعد كده نسكن كل اه كل واحدة في اه في اعمالها. لاحظ بها ان هنا ايه? زون واحد فيز اربعة. زون واحد فيز اربعة. يبقى هنخش على كل زون واحد فيز اربعة. في الحالة دي انا هنقفل اه هنقفل فيز واحد. هنقفل فيز اتنين. هنقفل فيز ثلاثة. هنخش هنا على فيز اربعة. انت ممكن طبعا ايه تاخد مثلا زون واحد وتعط حطها ولكن ايه انت ايه تسريع للعمل? ازيو لايك لو هتاخد كل واحدة لوحدة وتروح تحطه معلوبة. انا هاخد كل اعمال فيز اربعة ونحطها تحت آآ تحت فيز اربعة وبعد يقسمها تاني ايه? طبعا ايه هتاخد وقت شوية ولكن هو ايه? اه الطريقة ايه? اه اللي انا شايفه اسرع من وجهة ناظرية. حد عنده طريقة يا اسر عارتي في النبي. اه احنا دلوقتي دلوقتي انا كنت من اول بنركز على زي اربعة. دلوقتي عنا نتركز على زي اربعة. انا واقف هنا على قول يا باش مهندسين اللي هو البنكوسين دي. يبقى زون اربعة فيز اربعة. اتحاد من لاقي زون اربعة فيز اربعة ما زالت. زون اربعة فيز اربعة. اهيت. دي اخر حاجة. زون اربعة فيز ثلاثة. زون اربعة فيز تلاتة دي كانت اخر ديها اخر حاجة في زون اربعة فيز اربعة عدرتك هتنزل نفس القصة وهتروح تحت زون اربعة فيز اربعة هوت انا متأكد انه بتحتهم بعد كده ترفع مجرد ترفع ايدك من على الماوس بيتحركوا يعني تضايز على الماوس او ان تخطهم في المكان اللي انت عايز تثبتهم فيه في جيش هي رافع ايدك من على الماوس بينزلهم في المكان. بعد كده هناخد عندي فيز تلاتة اه زون اربعة فيز تلاتة انا عيني على الفيز تلاتة اللي قال PH3 PH3 PH2 اهيت لأ انا عايز PH3 اه اخيرهم ادى اخيرها اهيت دي الفاصل اللي هوت بين اه زون اربعة فيز اتنين وهنا زون اربعة انا زي زيرو اربعة PH03 طبعا اللي مش فاهم الكود اكيد ما كانش متابع معانا من الاول. طيب اعلم على كده احنا دلوقتي عند ان ان تحط على فيز تلاتة حضرتك بتوقف هنا لحد ما يدي المربع تدوس تفضل دايس لحد ما توقف عندي فيز تلاتة ترفع ايدك من على الموس خلاص ايه نزلت في فيز تلاتة. تمام? تقفل فيز تلاتة برضو عشان بتطلق بطش. يتبقى معانا اه فيز اتنين. نبدأ عيني على الحد ما تيجي اهيت شوان ايه تمام? حضرتك بتبدأ ايه 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 دي مضمن الاعمال اللي بتاخد وقت يعني شوية ومملة يعني. اه 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 طبعا ايه? هتتنقل على اتنين. اتنين. خلاص كده راح اتنين يتبقى واحد معانا ناخدها بسرعة. من اول كده واحد. من اول واحد كده هننسحبهم كده على بعض كده ايه? احطهم تحت اه زون اربعة فيز واحد. تمام? كده ايه? اه خلصنا اه خلصنا زون اربعة. حطنا كل تحت الفيزيز بتاعتها. ممكن بقى نخلص زون اربعة اه بسرعة كده كل اللي فيها. طيب انا دلوقتي عند زون اربعة الويرنج كورس. اه اه دي الويرنج كورس. الاتنين بتوع الويرنج كورس هيروحوا مكانهم. او اتعلم عليهم كده. وتوديهم تحت ايه? الويرنج كورس. طبعا انا باش هنسين انتي بتتعامل مرة واحدة. بعد كده لو صدرت للاكسيل كزا مرة بتاعه وخلاص قوتها وزبطها. اه بيصدارها وركحها ومحتفظ بالاي? وهو محتفظ بالWBS عادي. يعني انه بصدارها معها. تمام? حطينا الانشطة اللي خاصة تحت الويرنج كورس ومثاله نشاطين. مفيش غيرهم. اه بعد كده هنخش على الانشطة اللي اللي هي خاصة بيه التي اس اللي هي التلي كومنيكيشن سيستيم. اه التلي كومنيكيشن سيستيم. هم كانوا تلات انشطة. بتعلم عليهم كده اول واحدة واخر واحدة. وتيجي رايح على التيهكمنيكيشن وتساف قيدك. خلاص نزلوا. في اه تسكينوا مكانهم في التيهكمنيكيشن وبعد كده عناب من البيه. اللي هي اللي هي ال CLP. CLP اذا الخاصين اللي هو خاصين بالCLP. عدريتك بتيجي ايه زي ما عملنا. الكابل لايتينج بوستيز. اه في ال كابل لايتينج بوستيز. بعد كده الالكتریکال اه certoそれ Making الاس. الاس ادى خاصة بالاس. اهود. بعد كده. اه. تمام. اه بعد كده حضرتك. اه في دي الفايدة انا باخد من تحت لفوق يا باشا ما هنسيل لك. لو خطي من فوق لتحت هتلاقي نفسك بتمشي كتير بالايه بالماوس بتلاقي ممكن تغلق. وفي حاجة تانية بناخدها برضو من تحت الفوق. احنا شغالين بالفلوت. تمام? اه 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 اه. اه اه اه. تعلم عليهم. اه 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 الى اه. اه اه الى 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 بعد كده سكنني اخر ايه? اللي هو اخر حاجة ساور سيستم. اه تمام? اه كده خلصنا اه اه خلصنا كل ما يخص زون اربعة في زربعة. تمام? هنفتح بقى. زون اربعة في زربعة خلصت. هنفتح زون اربعة ثلاثة. نعمل في نفس القصة. اه زي ما قلت لحضراتكم يا خطوات كتير ومملة. اه هو تخش على بعد كده احنا خدنا الويرين كورس الاسف عند نواب التي اس اللي هي التلي كومنيكيشن. خاصة بالتي اس. اه التلي كومنيكيشن سيستم. اه في بعض الناس هيقول لي يا باش مهندس ما ناخدوها كابي وبيست. زي ما عملنا في الو بي اس. لان بعض الناس ممكن ايه? يقول لك تب ما نسكن زون واحدة. هنسكن زون واحدة. وناخدها كابي وبيست. اولا في مشكلتين. في مشكلتين. ان الاي دي بتاعك هيختلف. تمام? ثانيا اليونيك اللي انت هتزبطه دي اللي وبينقسين دول هتضر يا اما تلغيه. يا اما تعدله تبدأ تعدله تاني. النقطة التانية والاهم. لاحز ان كل نشاط. كل نشاط احنا محملين على الكوست ومحملين على الريسورس ومحملين ومزبطينه. فانت انت في الو بي اس انت هتتعب نص ساعة او ساعة بالكتير. مثلا او حتى لو ساحتين. بس انت رحمت نفسك انك تبدا تعيد تحمل الكوست من جديد. ومش الكوست كمان الكوست السهلة. تعيد تحمل الريسورس من جديد. فدي طبعا ايه? وان كانت طويلة ولكن هي ايصر الطرق من وجهة نظري. حد عنده طريقة تانية يريد يفتنة بها. احنا بنتعلم ودي كلها اجتهادهات شخصية. وليست من يعني مش مش مكتسبها من اراية او حاجة عشان نقولك مصدر علم له. هو اجتهاد شخصي. ومدام اجتهاد شخصي انا مجرة فرض يعني والخطأ وين ويحتمل ايه? ويحتمل الصح والخطأ. فاكيد انت فيكم ناس عبقرة كتير وبل كلكم احسن مني. فهيكون عندكم معلومات افضل فاردت يفيدونا بها لو حد اكتشف معلومات افضل يعني. تمام? اه بعد كده هندخل على الاي اي اس. هنخش على الاي اس. احلم عليهم. بعد كده هنخش على الرغي budgets. اس او الهنا لهنا. الاي выб ستهم. بعد كده الاز نفس ولها الاخير ها ايه? ايه كده آي خلصنا ايه? اه خلصنا خلصنا زون اربعة فيز ثلاثة. نقفلها حضرتك مش محتاجينها. هنخش على اه زون اربعة فيز اتنين. تمام? نرجع برضو نفس القصة من تحت. اخر نشاطين اللي هو نعلم عليهم. اخدتم ايه? هنسكينهم تحت ال WS الخاصة بهم. بعد كده ال T-S. T-S اللي هتسكينها تحت ال T-communication. اه بعد كده ال C-L-P. العمال بتاعة ال C-L-P. ال E-S. ال E-S. اه احنا ال E-S اللي قال. اه هنا بقى لاحز ان كنت الاول نقول لك اقفل اقفل لا لما بتسكن دول خلاص صيفها مفتوحة كده 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 ينتهو ما تحت منك ايه مش هيضروف حاجة. بعد كده ال E-S. ال E-S. ال E-S. ال E-S. بعد كده هنخش على ال E-S. اخر حاجة معنا E-S. ال E-S. ال E-S. ال E-S. تمام? كده احنا سكيننا اه زون اربعة فيز اتنين. بقيلنا ايه يعني كده بقيلنا زون بقيلنا فيز واحد بس اللي هي اه فيز واحد اللي في زون اربعة ونوك بخلصنا زون اربعة بالكامل. اه نفس القصة الورين كورس. العنشطة الخاصة بالورين كورس. الورين كورس. اه اه لاحز ان الخطوات دي احنا بنعملوها كم مرة بشمندسين احنا عندنا وطبعا بيرجع لعدد الزونز يعني المشروع في زونز كتير يعني هل متكلم اربعة زونز بكل زونز فيها اربعة فيزس اه اه او يعني خمستاشر بنعمل الخطوة دي اه خمستاشر مرة وكل مرة بنعملها سبع مرات يعني اضرب خمستاشر في سبعة هتضطر تعملهم يعني بالعدد اضرب خمستاشر في سبع يديك رقم بقى هو الرقم دي اللي هتعمل فيه ايه اكرارات يعني. اه كده اه التليكومنيكيشن سيستم. اه الكابل اللي اخر بعدها الكابل اللي هي السي ال بي. سي ال بي. وطبعا ميزة الكود اللي هو بينكم سين دول لو خطأت ونسيت نشاط وما عملتوش وانت شغال افصلا بتعمل الرشا بتكتشف وبتجي مسكنه في مكانه على طول لان بتجيب بديه ميزة كويسة. ان انت ان كل نشاط اصلا يونيك هو معروف هو مكانه فين? معروف مكان الزوم بتاعت فين? الاس كل اللي خاص بالاس. هاتل الرطريقة. اهوت. بعد كده الاس ا للا تقريبا. الاس الاس والعمال الخاصة بالاس. بعد كده عمخش على الابضب الوادر البي ضابلي واضب الوادر اهيت بーム الله اه بعد كده استور ايه الاخر حاجة استور سيستيم وليس السيور اللي من الان في انات جناس كتبت على السيور لين هنا شواء هي سا سا وليس سي سور سيستيم كده خلصنا خلصنا اه زون اربعة بالكامل. يعني كده بدأنا نسكي نقطة بدأت تظهر عندنا اهوت. لما نيجي نتكلم مسلا على آآ زون اربعة. تحت من زون اربعة مسلا هوات آآ ممكن نعمل آآ كولابس تو كولابس تو ليفل ليفل آآ سري ولا فور. انا شوفوا ليفل سري وقوله عبلاي. وقوله على زون اربعة. لا انا ليفل فور. لابس تو ليفل فور. اه احنا عايزين اه اه لو قولنا وقوله ايه? اه اه وقوله ابلاي. طيب قوله ابلاي. تمام? كده باش مهندسين ايه? تعال بقى احنا لسه دي ما حصلتش في في زون اه لو وقفت هنا مش هتلاقي علامة الزائد يعني فوق هنا في مثلا في زون تلاتة فيز اربعة مفيش علامة الزائد الصغير يعني انت محتاج انشطة. حضرتك دلوقتي زون اربعة وتحت وتحت من زون اربعة زون اربعة فيز واحد ايه الاعمال اللي هي فيز واحد انا موجودة تبدأ تدوس على الزائد دي او تدوس على لا يبدأ ايه يسكنها لك بنفس الانشطة بوضح لك ان كل ايه? كل تحتها ايه? تحتها الانشطة بتاعتي. تمام? طيب اه بننتقل بعد كده على اه فيز اه اه فيز تلاتة. هنعمل نفس ما عملنا. هنبدأ ندخل ندخل كل الانشطة تحت فيز تلاتة. في اتش ثري. اهوت ثري ثري ثري. الحاد ما كل الاعمال اللي انت شايف قال ما تلاقيتوه. كده فين? اهوت الفاصل ادي كده هون. اول هنا كده. اتحاد تحت خاص بايه? خاص بيه. اه قبل ما ننسى نقفل اربعة بالكامل يعني عشان ايه من اه من توبش. التاني الماسف نرجح تاني. اه فيز تلاتة اه زون تلاتة فيز تلاتة. اه من اول هنا كده اللي هو ايه? زون تلاتة فيز تلاتة. اتحاد هنا. وروح ايه? اه اه وروح نزلهم لي انهلهم في مكان فيز تلاتة. تمام? طيب اه بنبدأ بعد كده على زون تلاتة فيز اتنين. اه فيز دو. نعيني على البي اتش زيرو تو. يعني البي اتش زيرو تو. هو البي اتش زيرو تو. هذا الفاصل. نبدأ اهوط. احنا هنا كده ايه اه في زون تلاتة فيز اتنين. تمام? ما تمنى ما نكونوش اخطأنا. خل تمام. اه ننقل بعد كده على اخر واحدة بقى اللي هي ايه فيز واحد. اهي. خيز واحد. تمام? يب احنا كده خلصنا حضرتك اه زون اه زون تلاتة. اه ممكن بعد كده بقى ايه اه نسكن اه نسكن الاعمال اللي هي خاصة في اللي دول نقفل بقى دول كده بالمرة كده ونخلصهم. بعد كده نبدأ نخش اكتر لكل شبهة. اه احنا هنخش على زون اتنين فيز اربعة. بي اتش اربعة هيت. لسه ما زالت اطلع فوق. بي اتش تلاتة. لا بي اتش تلاتة. اه 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 ايه من اول هنا كده. ننزل تحت. هنا خاصة خاصة بي فيز اربعة. اه هنا بناخد كل الانشطة اللي خاصة فيز تلاتة. احنا دلوقتي في زون اتنين يا شباب. هناخد كل الانشطة الخاصة فيز تلاتة. هو تلاتة. فيز تلاتة هيت. اه انزل كل الاعمال الخاصة فيز تلاتة. اه بعد كده هناخد اه كل الاعمال اهنا كده خلصنا. فيز اربعة. آآ آآ فيز آآ فيز تلاتة اخدنا الاعمال الخاصة فيز تلاتة. هناخد كل الاعمال اللي هي خاصة بفيز اتنين. كل الاعمال الخاصة بفيز اتنين. اده فيز واحد. اريت ما هنا فيز واحد اهية. كده. فيز اتنين. مهندس عمر الصوت واضح والشير واضحة فازني. ايه باش مهندس الصوت واضح والشير تمام. تمام 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 تمام. آآ بعد كده هناخد اخر اخر شبكة معنا. كده ايه خلصنا زون اتنين آآ آآ خلصنا زون اتنين آآ بالكامل يعني سكينا كل ايه تحت كل فيز. الانشطة بتاعتها هنرجع نخش عليهم بالتفاصيل بقى ايه. هنرجع لهم بالتفاصيل تاني. اللي تاقي هو واقع منه حاجة هيسمع الفيديو تاني. هي حس ان عملها بسيطة ولكن هي مقررة ومملة بصراحة يعني. ولكن ايه آآ ليس لنا ايه من الامر الشيء يعني. آآ آآ بنبدأ ناخد بقى ايه احنا دلوقتي في زون آآ في زون واحد. دلوقتي اتنقلنا لزون واحد. ودي بترجع لعادة الزونات في المشروع. لان الكيس بصدر ان انا حكيها لك يا باش مهندس هي كيس كبيرة شوية يعني. ففاها زونات كتير وفيزات كتير. يعني بنتكلم انت في خمستاشر مشروع هو المشروع. فالمعظم المشاريع لو انت عندك ممكن تبقى تمنى اربعة فيز ستة فيز فتاة الحاجات بتتكرر اهل. وكانت عمدت نجيب لك كيس صاد كبيرة يعني عشان يبقى تبقى كل المشاكل. آآ آآ اللوما صلح بنصافة نبدأ بقى ناخد ايه الاعمال اللي خاصة بفيز اربعة. احنا دلوقتي في زون واحد. انا اخد كل الاعمال الخاصة آآ بفيز اربعة. انا اول هنا. هنا فيز اربعة. تمام. آآ بعد كده اللي هو خاصة بفيز آآ تلاتة. نعمل خاصة بفيز. تلاتة. تلاتة ما زالت تلاتة. او من هنا فاصل بين التلاتة واتنين. تلاتة. بعد كده حضرتك بتروح على. طبعا الشباب اسرع من هنا الصغيرين طبعا بيقوا اسرع من هنا في الحاجات دي. آآ احنا عندنا آآ زون واحد فيز اتنين. كده اتروح على فيز اتنين. حضرتك بعد كده اخر واحدة بقى ايه? فيز آآ آآ اخر واحدة اللي هي فيز واحد طبعا. فيش غير. تمام? طيب. بعد كده احنا عملنا آآ تجيب بقى من فوق آآ الوقت اصبحت كل زون جوة الانشيطة الوقت انا سكنت كل كل انا كل انشيطة تحت الفيزات بدايته. ولكن كل الشبكات مع بعض. يعني شبكة الصور مع المية هنبدأ نسكن كل شبكة تحت مسمى بتاعها. تمام? طيب نبدأ بزون واحد بقى واحنا نزلين مش هتفرق معاني. اهوة زون واحد فيز اربعة. نبدأ بقى من من العادي واحنا نزلين من فوق. ولكن داخل الفيز من تحت الفوق. تمام? طيب. اول حاجة نفض الورين كورس. نقفل الورين كورس. الانشيطة الخاصة بالرغيشن. التليكمبينيكيشن. الانشيطة الخاصة بالسي اهيد. الانشيطة الخاصة بالالكتوريكال سيربيس. الانشيطة الخاصة اليروجيشن سيستيم. اهوت. صح ازا وشوان ديس عشان الخطأ بس ياريت بقى ايه شوية. انا بتحتاج تركيز الحاجاتين. بعد كده الانشطة الخاصة بالبوداب الوادر. واخر حاجة ايه? اه من في جريرهم. كده خلصنا خلصنا زون واحد فيز واحد. تمام? نبدأ على زون واحد فيز اتنية. انا جايب من هنا وانا اقافل هنا جايب من فوق كده ولتحت نازل. حد ما نوصل ايه? انا خلصت زون اربعة بالكامل. يعني لحد ما اخلص زون واحد وانخلص زون اتنين وزون تلاتة. من تحت الفوق. ولكن داخل الفيز بنبدأ من انا هنا من فوق لتحت. يعني انا خلصت خلصت هنا زون واحد فيز واحد. انا اخد زون واحد فيز اتنين وهكذا زون واحد فيز تلاتة. لحد ما نوصل لزون تلاتة فيز تلاتة. بس جوة الفيز بنبدأ من تحت الفوق اسرع لي واسهل لي يعني. اهوت يعني كده لننزل من تحت الفوق اهو. خشت على النشطة الخاصة بالويرنج كورس. اه الكيبول لايتنج احنا دلوقتي اه بعد الويرنج كورس اي التليكممنيكيشن اللي هي التي اس. بصي شوية تحت اشعراني. اه كده التليكممنيكيشن اه ايوة احنا في التليكممنيكيشن. اه بعد كده الا بعد كده الى سي ال بي. اه سي ال بي اه 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 احنا ما عرف عنده هنا سي ال بي. اه اه الانشطة الخاصة بيها. اه الكيبول لايتنج بولس السي ال بي. بعد كده الالكتريكال سيرفيس الاس. الالكتريكال سيرفيس. طبعا انا لو بشرح يا باشماندسين كنت اخترت لو انا عشرح لك كورس بسرعة كنت اخترت لك كيس استاد صغيرة بمعنى ان انا ولكن انا متعمد احكي لك كيس استاد حية فهي للأسف هي مجرد اه ياريت تستحملونا. ليه? لان عشان بس نزبط لك الفلوت. انا لكله عامل كيس استاد كبير عشان نبين لك الكون وازاي انت تجاهب اه او تطبق ايه? وايه المشاكل الفعلية يعني انا لو عشرح لك كيس استاد صغيرة كنت قلت لك مثلا ايه? عشرين نشاط وتسكنهم بالطريقة دي ولكن انا بحكي لك كيس استاد طويلة ودي تعب علي على فكرة يعني وتعب علي ولكن يا امانة لازم اصبها لك كاملة زي ما هي كده. اه فياريت تستحملونا يعني. اه كده احنا كده ايه? اه سكننا. اه سكننا ايه? اه سكننا اه زون واحد فيز اتنين. تمام? هنرجع بعد كده على زون واحد فيز فيز ثلاثة. نفس ما عملنا في اللي فاتوا كلهم. بعد كده الانشطة الخاصة بالتي اس تلكومنيكيشن. اه بعد كده اللي بعد كده اللي بعد كده اللي بعد كده اللي بعد كده هناخد وطبعا الخطوات دي ما ينفعش نقول لك كمله بقى لان انا لازم اكمل يعني لازم اكمل يعني لازم اكمل يعني. وانا الحاجات دي بالتفتام زمان يعني هي اصل مجهودة عليها اكتر والله يعني بس لازم اعملها. اه الارغيشن سيستيم. الاس. الارغيشن سيستيم. وي البرداب الوادر. نقضي البرداب الوادر من هو الهنا. الهنا. البرداب الوادر. اه واخر حاجة الاس اس. نفس القصة. تمام? طيب خلصنا زون اه خلصنا زون اه اه زون واحد في اس تلاتة. الحمد لله نبدأ نخش على بدأنا تقريبا وصلنا النص كده بالاعمال واستهلكنا من الوقت يا ده الساعة العشرة. طيب ربنا اعينا. اه الويرين اه 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 بعد كده اللي هي تساكينها في مكانها. اه الكيبل لاياتين جودة اللي هي اي اس اناك دل مرتب ان انا خلص الكاليكستير وللانeterail relation بس ممكن我不في بان خلص و الاس إرغ outgoing system الاس إرغтесь هو التمام لذلك الخلصنا في الحمد لله زون واحد نقفلها ونخلصين احنا قبل كده زون اربعة ففاضل معانا ايه فاضل معانا زونين فقط ليه زون اثنين وزون ثلاثة وزون ثلاثة اهل فيز يعني ايه عدنا النص كده بسم الله انا اخد نفس القصة وينكورس تيريو كومبنيكيشنز وي الكابل لايتنج بوستر كابل لايتنج بوستر وي الالكتريكال سيرفيس الاس اول هنا الاس الاس بعد كده ناخد الاس الاس بعد كده البادبل وادر تعليمه غلط راحت من عندنا البادبل وادر هتعليم عليها تاني البادبل وادر مكانها بعد كده نستور سيستم ايه كلك على بعض كده خلصنا زون اثنين فيز واحد نقفلها زون اثنين فيز واحد نخش على زون اثنين فيز ثلاثة unun نثر اثنين فيز اثنين مش 베سطرة زون اثنين فيز اثنين والانكورس بعد كده بتديقكم مينيكيشن تلو كم مينيكيشن بعد تلو كم مينيكيشن الكابل انلايتنج بوستيس سيال في الكابل Cafe اثنين بالنواتي رايتنج بوستيس الOOK Cafe بعد كده هنخش على الالكتريكال سيرفيس. الالكتريكال سيرفيس الاجي اس. بعد كده الاجيشن سيستم الاجي اس. بعد كده ال او البي دابليو. او بي دابليو بعد كده السور سيستم الاخيرة. طبعا اللي بيسمع يعني وفهم حاجتين. بعد كده في الفيديو المسجن لما حيب يراجعي ايه يقدم الفيديو يعني عشان ايه. بعد كده زون زون اتنين فيز اتنين خلصناها. بعد كده زون اه اه زون اتنين فيز تلاتة الويرن كورس. الويرن كورس. بعد كده التلي كمميكيشن. بعد كده الكبل يعني ايه؟ تمام اه خلصنا كده زون اه زون اتنين في الثلاثة زون اربعة زون اتنين في الثربعة. تمام اه بعد كده هناخد التليكمنكاتشن. بنا ده كده هناخد الCLP الكابل لعيتي بوستس. الكابل لعيتي بوستس. هناخد الES الالكترقل سرمس. الاس الالكترقل سرمس. اله ريجزة الاس. الهرميزة الاس. اي اس. بعد كده البي دابليو. بعد كده اخر حاجة معنا. اه دخلنا ساعة ما شاء الله. هنخلط في ساعة. اه كده خلصنا. اه بقي معنا فيه التالات هي الاخيرة. وهي التالت فيه سيعملش كتير. كوينكورس. كوينكورس. تلكميناكيشن. تلكميناكيشن. الكل seasoning. كبلى لائت البرستر. بعد كده لايكتريكير الالكترية الالهي اس. بعد كده irrigation system IS irrigation system بعد كده البعض الواضر ال P W بعد كده اخر واحدة تمام ننتقل بعد كده الى zone 3 phase 2 وهي الفيز اللي قبل الاخيرة يعني الحمد لله خلص لدي بعد معانا يعني بسم الله كده الويرن كورس الكمبنيكيشن بعد كده الى اللي بعدها الى اللي عايز يعمل بقى كوباية كافي كده قبل ما نبدأ يعني كابوف كافي قبل ما نبدأ بقى الشغل الجد يزبط دماغه وتبقى تخطوات ايه؟ شبه ريبليكيتد هنبدأ خلصنا هوت اليروجيشن system بعد كده البودة بالواضر بعد كده اخر حاجة اللي يبقى ساور ساور ساستم تمام كده باقي معنا اخر الحمد لله اخر فيز كبيرة الوين Lion." ويقع يسبب نهو الى اللي قاعدة الانتصار PierCo الاي اس. الاي اس. بعد كده الواضر. الان بقى الواضر هنا اعيد. انا عيني ما بنقراش النشاط. انا بين خسين بنقرأ الكود اللي احنا مزبطينه مع بعض اللي هو بين خسين. اه مزبطينه مع بعض في كده تمام يا شباب. كده سكنا كل ايه حضرتك كل الانشطة. وتتأكد بقى تيجي عامل ازاي تقول له بتيجي حضرتك بتبص هنا بتلاقي جنب منه علامة زائدة هي تحت الو بي ايه تحلي البلو كالر دل والا تو سبوير بلو كالر. اه ايه جنبها بلاس بلاس بلاس. فالبلاس دي معناها ايه? ان تحتها ايه? تحتيها الانشطة الخاصة به. تمام? كده سكنا اه لاحظ ان احنا لمسا ما تكلمناش على اه ولا الكلام ده كل. بنبدأ بعد كده يا باش مهندسين. هنبدأ اول حاجة تطبيق الدي سيم ايه? طبعا اللي راجع معنا الدي سيم ايه بيفتكر اه يعرف ان احنا اه اه كنا اه بنتكلم ان الانشطة بس فوق كده اه كنا بنتكلم في الدي سيم ايه ان العلاقات بين الانشطة اكتر من تسعين في المية يكون انا بطبيحتي بعملها مية في المية وهنبدأ نعرف مع بعض النهاردة. تمام? طيب انامل اول حاجة يا باش مهندسين هنبدأ نقول له ايه? اه نكبر بس البارد شارت ده هو عشان ايه? بحسين بكل حاجة معاني. اول حاجة باش مهندسين اعمل بقى. خلي كل الانشطة قدامنا. اول حاجة هنبدأ في نوعين من العلاقات. مش قصد مش قصد نوع العلاقة. انا بقول لك في نوعين من الرابط. الرابط الداخلي وبعد كده الرابط الخارجي. ايه هو الرابط الداخلي? الرابط الداخلي وطبعا انت تشتغل على يعني اقل لما يمكن في العلاقات. انا بشوف ناس يجي يقول لك ايه بقى? يقول لك مسلا اعمال اه على سبيل المثال اعمال صبت بلاطة الدور الارضي. يجي يقول لك قبل بلاطة الدور الارضي يقول لك ايه? حدادة ونجارة الاعمدة. اه صب الاعمدة. معالجة الاعمدة. اه 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 وده ممكن يجيب لك من لد اواعد. طب ايه ايه اللي لازم اتقول تقول مسلا بلاطة دور الارضي بعدها الاعمدة. يعني اللي قبلها كانت الاعمدة فقط. ما تتخشش في التفاصيل. تمام? يبقى انت بتشتغل اول حاجة اول حاجة من الفنيات اللي تستعملها. انت بتشتغل على او بمعنى ايه? ان ما ينفحش تتم الحاجة غير يا معمول. لو الحاجة تتم بعلاقة واحدة وخلاص تمت اكتافي بعد كده اقل. للي اتعوزها بعد كده? هتعرف سببها ايه بعد كده? عشان تبعارف البرنامج بيتفك منين? وامتى تبدأ تقلل الفلوت? وامتى تبدأ تضغط البرنامج لو انت عايز تعمل او لو حسب نوع المشروع بتاعك وطبيعتي يعني انت بقيت حاله. وهنتكلم في المحاضرة بعد كده ان شاء الله بعد انات الكرسي عن الفرق بين والريفايز وسيتعمل يبقى اول خطوة هنعملها النهاردة هنربط العلاقات الداخلية. ايه هي العلاقات الداخلية? بنعلم على اول واحدة كده واخر واحدة وتقول له تمام? حضرتك لو بصيت هنا لو لو اه بتدوس على اللي فوق خالص دي اهيت هنا كده اهي ظاهر قدام. ولو دست حضرتك هتلاقى خلاص ربط ده اهو. تمام? طبعا ايه اخضر احمر ما تشغلش بالك? لاحظ هنا فيه فيه نقطة هنا اه هنا تجي بقى ايه فيه اكيد فيه اجازة فيه حاجة هنا لاحظ ان ايه نوع بقى ايه الكاليندر. تمام? ونيجي لتأكد حضرتك يا باش مهندس اظهر كده الكاليندر في الاول كده برضو انشئيكو عليها وبعدين اقول له ايه? انا بشتغل معك مش عايز يعني انا كنت في دماغي اخلص حاجة النهاردة ممكن ما قادرش اخلصها ولكن انا بشتغل معك زي ما بشتغل في كاليندر نظهره بس الكاليندر نقاف هنا هذا الكاليندر اقول له ونشوفه ان احنا ايه اه اوكي طيب انا مختار اه الكاليندر مزبوطة انا مزبطها طيب هل هي كل الكاليندر عندي لو حضرتك عايز تتأكد طبعا اه هشرح لكم محاضرة ان شاء الله ولكن بعد ناتي كورسة عن ازاي تصبر الكاليندر ان الكاليندر دي فيها مشاكل كتير انا وانا اول ما اول ما عملت طبعا عينك بصة بش مهندس اه انت عملت علاقة هوت علاقة ربطت اللي انا خد عملت لقيت لقيت هنا ناط تشوف ناط مسافة قد ايه مسافة كبيرة اهو ففي مشكلة هنا في اجازة في اجازة اه كزا في لازم تحل المشكلة دي قبل ما تبدأ ليه? ليه? يبقى في اجازة. هل الكليندر مزبوطة? هل الكليندر بتراجع الكليندر? مبدئيا حضرتك عايز لو انت معلم عامل قصين على الكليندر بتاع حضرتك ولي انت عايزها زي ما انا عملها كده عامل كليندر اسمه بودل كليندر بتعلم على اول واحدة وعلى اخر واحدة وتقوله فلتون خلس تجي عامل كده وتقوله هو عملك ايه? بط لك ايه? زبط لك الكالندر. يجب انت كده في الاول خالص باسم الله رحمة رحمتك بدأ ايه تأكد على الكالندر. بعد ما تأكدت على حضرتك بترجحها مكانها تاني. وتقول له اوكي. احنا دلوقتي بنبدأ نربط العلاقات الداخلية. لا تعلم على احنا دلوقتي تحت ايه? تحت كل نوع اعمال. يعني انا دلوقتي اشغال تحت نوع الاعمال. انا بطب الواضر هنربطهم معا بعض. ولاحظ وانا خد بالك بايا باش مهندس. حتى لو مفروض بقى تجي عامل هنا ايه? تجي عدائس هنا كده. على هنا تعمل الترتيب حسب يعني اول ما بندوس هنا وجي لك سهم المسلس تحت كده هو برتب لك ايه? برتب لك من 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 تحت لفوق. يعني تسعة عشرة كزا كزا كزا. ماشي? طيب لو لو تقلب منك المسلس قلب لفوق. بتاخد بالك ايه? المسلس لفوق تضغط هنا. بيبدأ يرتب لك. واحنا في الاكسل يا شباب كنا مرتبين الاي دي بنقل طبيعة الاعمال. يعني بمعرة صح انا في اعمالي لما نيجي نشتغل اعمال شبكة المية. اه اه بنعمل اعمال السفتي الاول واعمال المساحة وبعد كده الحافر وبعد كده وبعد كده استطلاق. يعني انا انا متأكد ان الترتيب دو هو الترتيب المنطقي. حضرتك لو مش متأكد ان الترتيب المنطقي هتتعبي. انا حتى لاحز وانا بعمل الاكسل اللي في الاول كنت بالرد بالانشطة حسب الترتيب المنطقي للاعمال. بمعنى ايه? انا قبل ما اخش اعمل شبكة المياه او قبل ما اخش اعمل شبكة الصرف او اي نوع من الشبكة بنبدأ حضرتك قبل ما بتخش بتعمل ايه? اصلا السفتي مش هيسمح لك انك تحفر غير وانت مسلموا اعمال السفتي. يعني انت مأمن ومطمن وعمل حواجز ومزبط ولو انت شغل في طريق عام بتبدأ مشغل الانارة الليلية والكلام ده كله وبتمم. يعني انت خدت خدت ان انت مقبول. ابدأ اشتغى. بعد كده حضرتك بتيبدأ تحفر. بعد ما بتعمل تحفر بتبدأ تساوي. تمام? اللي هو بتعمل التسوية والكلام ده كله وبتسلم التسوية والكلام. بعد كده بتخش على اه التنزيل الكابلات اللي الاسف المواسير والوصلات بتاعتها والكسرات بتاعتها تبدأ تربطها. بعد كده بعد ما بتخلص اذا خلصت قبل الحاف قبل الرادي بتعمل ايه بتاختيبر الشبكة. تمام? دي الترتيب المنطقي. بتاختيبر بعد كده بعد كده بعد ما بتختبر الشبكة بتبدأ تحط تردم شوية. بعد كده تحط شريطه التحزيري. يعني انت بترد تردم بعد كده تحط شريطه التحزيري حسب نوع المواصف. بقول لك مثلا ايه شريطة التحزيري لو الدبس فيختلف من كل دبس. يعني طبعا ايه لو الدبس قليل بيبدأ يحطه يقول لك مثلا المسافة آآ تكون كزا عن منصوب التأسيس دي بتكون ايه نوع المواصفة آآ في شروط الرادب او اللي هو يعني تقول لك مثلا ايه ايه التشريط التحذير هتحط بعد ايه قبل الموصورة بقد ايه كزا تمام بتحط تردم بعد كده تحط التحذير بعد كده تكمل الردم بتاع وفي اخر حاجة كانت عندنا طبعا ايه ايه الوصلات المنزلية هيبدأ يوصل ايه دي طبيعة ايه طبيعة عمل في ناس هترتب عملها بطريقة تانية مثلا ايه هو قبل ما يردم يكون عمل الوصلات المنزلية يبقى اذا حضرتك انا حطت الوصلات المنزلية هنا لان كان طبيعة العمل ان هم هيعملوا الخط الرئيسي وبعد كده هيردمه بعد كده هيوصلوا الوصلات المنزلية في الاخر ليه? ليه احنا مؤخرين في المشروع دي انا بحكي لك كسر استضحية احنا مؤخرينها في المشروع دي لان فيه اول تاني اسم مطور عقاري او لسه ما حددش او ما اعتمدش اماكن الفيلل او الوحدات السكنية اللي موجودة في احنا شغالين في المشروع احنا شغالين بالخطوط الرئيسية بعد كده عبل ما يكون هو اعتمد ان كنا احنا قربنا خلص نبدأ نشغل ايه الوصلات المنزلية ناخد المخططات بطاعته ونبدأ نوقع الاحتسيات ونعرف مكانها فين ونبدأ نعمل الوصلات المنزلية بناء على ايه? بناء على المخططات المعتمدة من او المطور العقاري الموجود حيخش معنا ايه مؤول تالك في المشروع يعني فيه اتنين مؤولين حالين فيه يخش مؤول تالك يبقى اذا حضرتك وانت في الاسل شيت بتبدأ تكون منظم عشان بتريحك اهوت هنبدأ انا كده شرحت الوضع هنبدأ بنكمل اه بتبدأ تعلم على اول واحدة واخر واحدة وتدوس تعلم على اول واحدة طبعا وديت جدايس وعلى اخر واحدة وتيجي ربطنا العلاقة وبعد نفس القصة اول واحدة اخر واحدة نفس القصة انا نلاحظ ايه دي خاصة بالفنش تمام? اول واحدة مع اخر واحدة اول واحدة مع اخر واحدة اول واحدة انا نازل كده اول واحدة مع اخر واحدة خلصناها اول نشاط مع اخره انا طبعا لو انت مش مرتب هتتعب في العلاقة دي لو الانتشاطة مش مترتبة وخد بالك السهم فين في الحالة دي السهم نازل تحت يعني مترتبة وخد بالك كل كلمة قلناها في لازم تطبقها كواس عشان ما تتعبش التعب دي انا فيها حاجات بنقولك يعمل وبنزفر لك الشي السبب لان لو زكرت لك السبب كنت هدع وقت ولاحظ لما لما قلنا ازاي ترتب اللي هو اشوف ار انا اربعة وسبعين خمسة وسبعين ستة وسبعين سبعة وسبعين سبعة وسبعين عشان لما تعمل الترتب دي وبنزفر معك وريحك في العلاقة في الحاجات اللي احنا بنعملوها بنعمل تمام قوة واحد يغلط ويمسك اول واحدة مع اخر واحدة هنا واقول له لانك انا بنتكلم على كل شبكة الوحدة لانك لو علمتها لأول واحدة هنا وحضرتك نزلتها لاخر واحدة هنا ان هيبدأ كله يعني بمعنى صح هيقولك ان مش هتنتهي مش هتبدأ غير لم تخلص كل الاعمال في المية يعني معنى صح شبكة الراي مش هتبدأ لو انا علمت من هنا كده وجيت هنا كده وعملت له كده في الحالة دي مش هتبدأ اي نشاط في شبكة الراي غير لما تخلص كل الانشطة في شبكة المية ودي طبعا مش منطقي خطأ فحضرتك لازم تاخد بالك وانت بتعلم تكون معلم على كل الشبكة داخلية لازالك انا بقولك ايه العلاقات الداخلية في علاقات خارجية اه في علاقات خارجية هنبدأ لو ربنا عنا هنبدأ فيها النهاردة او ممكن لو ملحقناش نكمل ايه في محاضرات قادمة ان شاء الله هنلحيا طبعا هي دي الطريقة الصح للناس اللي هتشتغل صح انت لو عايز تعمل برنامج زمني شكله حلو بس يكون مضروب ومش منظم ممكن اعملك من البداية للنهاية في خمس دقايق ولكن للأسف الصح او المور دي تيلز اللي انت عايز تستعمل عليه وكون برنامج يعكس الواقع والطبيعي وتبدأ تعمل متابعة عليه وتعمل مراقبة عليه وتبدأ لو عرفت تعمل ترفع كلم بعد كده يكون عندك حق لما تستند البرنامج الزمني هو مش هينعقل غير بالطريقة دي ودي اسهل طريقة اه انا شايفة من وجهة نظري يعني ايه اما الناس اللي بتاخد بقى تعمل خمس دقايق شطة ودي عبت تاخدها تكابي وبيست وانشتغل كله دي طبعا ايه اه اه مش صحيح نهائي يعني خلصنا زون واحد اه اخش على زون اتنين لنكا اكتيفتيز لنكا اكتيفتيز تمام كده لنكا اكتيفتيز خلصنا ده لنكا اكتيفتيز لنكا اربط لنكا اكتيفتيز لنكا اكتيفتيز لنكا انا طبعا بشتغل اكتر ما بتكلم يعني لان هو اصلا معظمها ايه دلوقتي بهمنا هو راح لازم انا نعمل خطوات دي كلها لنكا اكتيفتيز لنكا اكتيفتيز لنكا لنكا اكتيفتيز ولنا لنكا اكتيفتيز لنكا اكتيفتيز ومشروعك كله إلا اذا تريد يعني خمس ستة انشطة بالكتير يعني لو كان عندك الف نشاط يعني. وحنا بنعمل مع بعض ومش هنلقى لأي اي انشطة تانية من اي علاقات تانية اه نوع علاقات تانية غير الفينش تو ستار لان الديس ايه اه وصت ان هو يكون اكتر من اكتر من تسعين في المية وبالتالي اكتر يعني لو عمتها مية في المية فانت مشكور يعني طغير الفينش تو ستار. وبرضو في في العلاقات الخارجية برضو عطلقينا بنشتغل في نشتو ستار. ودي اول رول معنا ان احنا ايه طبقنا اه بي سي مي ايه ان احنا بنستعملش اي نوع علاقات غير الفينش توسطة. طبعا انا بيينت حضراتكم ايه لو علاقات تانية قدتكم امثلة اني لو مسلا لو هي فينش تو فينش او اه ستار تو فينش والكلام ده كله اسبابها يعني اللي ما عرفش ايه صار ونستعمل سبسار ولاية جدا يريت يراجع ايه يريت يراجع المتحدة الولا والتانية. اه اه اكتبتز. كده خلصنا وبي معنا اه اه tank activities. اللي بيسمع بقى الفدقة يا شباب وانتي بتسمعو بعد كده بيقدم بقى فهم القصة يقدم يعني الس Tenemos للأسف لازم عميله يعانو Think Activities Think 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 Link Think Link 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 Think Activities Link 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 Activity خلاص خلاص خلاصنا الحمد لله Link Link كده ربطنا كل العلاقات آآ ربطنا كل العلاقات الداخلية وكل العلاقات الداخلية كده وانا في تماغي وانا كان مخطط للمشروع بتاعي عارف ان كل العلاقات الداخلية فينه اشتصار اذا انا متطمن كده ما فيش اي مشكلة عندي حسب التسيمي عايز تتأكد حضرتك وتدس كدويل كده وتلاقي ايه وتيجي بصص بصة كده ما تلاقيش اي حاجة الازرق دي يا شباب الوقت دي ده دي الخط المتابعة تمام تلاقي كله متحرك معك ايه آآ كله ما فيش حاجة ما فيش نشاطين تحت بعض اهو اللي جنب الداتة ديت لو بصيت هنا من الداتة ديت ولاقيت نشاطين تحت بعض اعرف ان ايه مش متربطين اهو لازم يكون كلك وراء بعض تمام لف سريعة كده حضرتك بيتأكد لو انت ايه اخطأت في حاجة ولا حاجة نسيت ما تربط ايه كده الانشطة ايه اتربطت كلها مع بعضها تمام آآ بعد كده انا مفروض كنت نبدأ مسلا الاستماش هبدأ دلوقتي عشان ايه لازم علمك الكود وبصراحة انا ايه زهقت في الاعمال الكتير ولازم ايه نبدأ حاجة تانية النهاردة يعني عشان اسلا لاني بصة بشمتسين خد بالك سر البرمافيرا في الفلاتر والتكوين عشان تخلي البرمافيرا تتكلم معك اي حاجة انت عايز فاحنا عملنا النهاردة هعمل لك حاجة تانية شبيهة من الو بيست يخدمك بمعنى ايه بس مش هنعملها النهاردة هنعملها بكرة ان شاء الله بمعنى ان انت لو عايز الشبكات الصرف كلها ربعضها طب عايز المية كلها ربعضها لاحظ ان احنا هنا ايه اه لو عملنا مسلا اه كلاف ستو ليفل مسلا فور وقلت له ابلاي اه طبعا هنا ايه السور سيستم هنا هو ويه ادى سور سيستم وادى سور سيستم طب انا لو عايز كل سور سيستم ورا بعضه هنبدأه فيها ان شاء الله من الحلقة الجاية اه نبدأ في التكوين هنكمل النهاردة ايه بقى هنبدأ النهاردة حاجة اه ان هي ازاي نحط بناء على الريسورس تركز معي بشوان دي اول كلام مش هتسمعه مش موجود قبل كده ويبحث ورايه تمام كله بقول لك ابقعد مع المدير المشروع وابق ده خمس ايام دي ست ايام خد البسميستيك والمستغريكلي ويقول يعني مسلا ايه واحد يقول لك مثلا ايه اعمال خمس ايام واحد يقول لك سباح ايام واحد ليقول لك اربح ايام مش اعرف اكتячى خمس استاق بلوم مسلا خمس ايام يستم باضين مستغريكلي والطريقة دي كلا طيقة تحت البيق الأحدث كنا انا اقول لك على طريقة طريقة اكتر بناء على الريسورس اللي احنا حطيناه. حطينا انت لما تقف على اعمال بصة بش مهندس حضرتك. اعمال ايه? اعمال sitting out and road survey وفيه هنا sitting out خلي بالك. بتقف هنا على النشاط وانت فاتح على الريسورس. ايه الريسورس طبعا احنا محملناش الريسورس. احنا مفروض كان تيه ريسورس تاني كنا نحملها ليا المعدة. تمام? طيب. احنا هنا محملناش ايه? اه اه احنا هنا اه محملناش محملناش المعدات. احنا محملين عماله. تمام? طيب. احنا بقولك ايه بقى اه تمام? احنا لازم تظهر قدامك البودجت يونت بيرتايم والبودجت يونت والبودجت يونت والبودجت كوست. انا قلت لحضرك دولة لازم يكونوا ظهرين قدامك. تمام? طيب. احنا لاحظ ان هو بقولك ايه? 200 لو هتخلصها في يوم واحد لو هتخلص الشبكة دي في يوم واحد محتاج 266 عام طبعا دي صعب طيب لو عملنا تجي مسلا في الحالة دي هتقول له ايه? لا انا هخلها عشر تيام تمام? في الحالة دي ايه? عشان نخلص لاحظ بقى هنا بشو مهندس ايه? البودجت يونت هنا دلوقتي كان 27 عامل محتاج انت 27 عامل لمدة طبعا انا المشروع دي منه ضخم واعمال انت لو تتخيل ان المساحة المساحة كبيرة تمام? احنا بتكلم اربعة مليون متر مسطح فهو محتاج ايه? محتاج هنا محتاج 27 عامل لمدة عشر تيام طيب انا العمالة انت معاك ايه? للشيتي بتاع العمالة يوبا اذا الجروب بتاع السيفتي هتحتاج ايه? هتحتاج 27 عامل لمدة اه لمدة عشر تيام طب تعال نعمل حركة كده ونخلص انخلص اعمال السيفتي كلها ورا بعضها تمام? يعني ايه? انا هنركز على كل السيفتي عن عدل بتاع كل السيفتي للأعمال كلها حضرتك بتلاحز ان احنا عندنا ايه? نلاحز كلمة والحسي اللي انا قلت لحضرتك الهيلسي سيفتي انفيرومينت ريكوارمنت اللي الاعمال ايه? للصحة والسلامة السيفتي والصحة والايه? والبيئة والكلام ده كله دي اختصار طيب عايزين بقى نخلص ايه كل اعمال نحط بتاعي حضرتك بتيجي معلم ايه? بتقول له اي نشاط ممكن تاخد الكلمة دي مثلا الاتش اس اي او اختصارا مثلا او تاخد اسم النشاط كده الروت سيرفي الحد ما تاخدش اليونيكا باش ما تاخدش الكود ما تاخدش الكود بتاع ايه? بتاع النشاط تاخدوا كابي كده كنترول سي وبعد كده تخش تعمل فيلتر تمام? فيلتر مثلا تقول له تمام? وبعدين تقول له مثلا ما فيش مشكلة دي هنعمل له نسميه اي حاجة تلات وحايد وبعدين تقول له ايه? لما تكون خد بالك بقى ونشرح لكم الفترة ولكن احنا مبتجين دلوقتي هتقول له الاكتيفتي نيم الاكتيفتي نيم بصرة تحتوي تمام? تحتوي الكلمة اللي انا خدتها دي قل له اوكي وقل له تمام? كده بدأ هو ايه? يجيب لنا يا باش مهندسين كل اعمال ايه? كل اعمال الهلسي والسفن هنبدأ نعدل المدد بتاعتهم بقى يبقى ايزا حضرتك الناس لمستهونة يعني مسلا ايه? انت مستهون باعمال السفت لو واحد مش مقدر او ما عندوش الريسورس كان نقول لك يا عمي ده عشر تيام زي الفل خمس ستة عمال لا يا باش مهندس ده انت محتاج سبعة وعشرين عامل لمدة عشر تيام يعني اذا محتاج عمال فعلا يعني مش خمس ستة عمال ايخلصوه لك لا حضرتك ويبنا الرقم دي منين اللي هو اللي هو حضرتك اللي مش فاكرة او مش طابعنا يراجع لك محاضرات السعب طيب بنبدأ بعد كده اللي النشاط اللي بعد النشاط اللي بعده بقول لك ميتين خمسة وتسعين طبعا نحطه كده لو حطه مثلا نقوله احداشر يوم كده احداشر يوم اي وقت زبطت على سبعة وعشرين عامل ليه يا باش مهندس انا قلت هنا احتاشر يوم قلت هنا عشر تيام انا فرضت من الاول كده فريق واحد يكون مع مهندس السفتي مع مهندس سبعة وعشرين عامل انا مش كلهم بقى هنقوله ايه اه خد تمانية وعشرين خد مش اه تسعة وعشرين خد فانا نقول مسلا ايه نفرض ايه نفرض ان هما فريق واحد ايه موجودين معنا سبعة وعشرين عامل ولذلك هنا انا حطيت احداشر يوم تمام هنا حطيت عشر تيام لان السبعة وعشرين عامل هوت في اليوم تمام وهنا حطيت احداشر يوم هياخدوا برضو هما هما السبعة وعشرين عامل ممكن بقى ايه يا اما تشتغل فريق ايه في الحالة دي انا هنقول ايه? ان اعمال اعمال سيفتي هيخلص آآ بعد كده خش على تمام? طيب. بعد كده هو بقول لك تسعين يوم. تسعين يوم تو بقول له كده اربح ايام. تلاتة وعشرين يوم لو قلنا مثلا تلاتة ايام. يعني ما يعني خلها خلاص ما هو تلاتة ايام بديك تلاتين عامل. شوف احنا هنا بنحط المدة بناء على ولو عندك معدات يعني مسلا هو بتوع المساحة. دي لأول مرة يا بشوانس حضرك ركز. الكلام دي ما تقالش قبل كده. ودي عبارة عن خبرة مش انا هتكتب يعني. اه لو في اه بتيجي بقى ايه? عشان تقدر المدة دي عشان بس للامانة ما ننساش. اه لو انا طبعا هم العمال بيجمعهم كرين. ينزل النيوجيرسي وينقل ويعدل. فالدرايفنج هنا انا ممكن عندي. درايفنج عندي بيكون الكرين. لان انا مش هنجيب خمس ست كرينات مسلا للسفتي. اخرى هنجيب لهم اتنين عربية الكرين اللي هي العربية السبعة طنية دي اللي محطوط على النيوجيرسي بتبدأ تنزل وتار. ففي الحالة دي لو انت عندك تبدأ تركز عليه هو. يعني مسلا ايه? لو انا عندي هنا مسلا مع 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 في نشاط تاني وطبعا هو كان موجود في ولكن احنا محملهمش عشان الوقت يعني. بيجي هنا بعد تحت من تحت اللي هي العمالة العادية في ايه في الكرين اللي هو الكرين سبعة طنية. اه اللي يبعيني عليه هو. في الحالة دي انا بنجبأ بنسيب العمال و بنركز على الكرين السبعة طنية. بنحاول ما يزدوش مسلا على على اللي هو اتنين كرين معاه. يعني انا مش هجيء لان انا لو حطيت له تلاتة مش هتجيب له تلاتة. فدي تجبأ مشكلة. تمام? طيب. اه هنا حطينا هنا تلات ايام. فعلى بقى دي. اه نحط له هنا مسلا نقول له اه تسح ايام وهنشوفه يقرى معنا. تسح ايام. خمسة وعشرين عامل لو قلنا مسلا ما فيش مشكلة. تسح ايام. هنا انك مش هتعرف تزبطها بالزبط يعني. هنا مسلا لو قلنا برضو نفس القصة. اه تسعة. اه تسح ايام. اه ماشي تلاتين عامل. يعني انت بتلعب في رنش ايه? تلاتين تسعة ممكن يخلص هنا شوية تمام. بعد كده هنا برضو نقول له اه سبعة. اه تلاتين عامل. ما فيش مشكلة. انا عمل نلعب في ايه? من سبعة من خمسة وعشرين لتلاتين عامل. هنا نقول له اه تمانية. اه تمانية. لا اه هنا خلاها بقى تسعة. بقى التمانية وعشرين عامل. انا عيني هنا يا بش مهندس. اه هنا اه انا دلوقتي عامل فلتر على اعمال ايه السفتي كله في المشروع. هنا نفس القصة. اه اربع اه نخلوها مسلا اربعة. ثلاثة وعشرين عامل. طب لو خلناها تلاتة. تلاتين عامل ما فيش مشكلة. اه هنا اه ميتين خمسة وفتسين نقول له مسلا ايه? سبعة. اه تب تسعة. خمسة وعشرين عامل. اه هنا عشرة. سبعة وعشرين. هنا نفس القصة. هنروح هنا نقول له اه ستة. ستلاتين عامل. اه هنا هنقول له تلاتاشر يوم. اربعة وعشرين عامل. لا تبخلها احداشر يوم. لاحظ بصلا من عدل المدة ازاي? تمانية وعشرين عامل. اه ودي انت ممكن ممكن بقى طريقة تقليدية اللي بترزح كل رقم مع بعضه وما بتجباش حاسس بحجم الاعمال وبتوعها في مشكلة. تمام? احنا كده بنقدر المدد بناء على الموارد. انا سبيت مسلا حوالي تلاتين عامل للسفتي نفس القصة. هنا خلصوها في تسعين يوم ممكن في اربح تيام. تلاتة وعشرين عامل. ولو قلنا كمان تلات تلات تيام. لان انا معي مسلا زي تلاتين او سبعة وعشرين. طيب هنا هنقول له اه تمنة تيام. تمانية وعشرين عامل. هنا نقول له اه تسع عشرة. نسوا عشر عشرة مثلا. ونفس القصة هنا عشرة. وهنا نقول له احداشر. عشرين عامل. وهنا المدة هنا اربعة. تلاتة وعشرين عامل تب تلاتة. تلات تلات تيام. تلاتين عامل. اه هنا نقول له تمانة تيام. تمانية عشرين عامل. هنا نقول له عشر تيام. ايه خلصها في عشر تيام. اه هنا اه ميتين اه تلتمية اتنين وعشرين. اه تقول له مثلا اتناشر يوم. سبعة عشرين. اه تلتمية وعشرين اتناشر يوم برضو. سبعة وعشرين. وهنا قلنا اربح تيام. سبعة وعشرين تلات تيام. تلات تيام تلاتين. اه هنا نقول له تسع تيام. ما فيش مشكلة. اه ماشي لو قلنا تمان تيام كمان مكافية. اه هنا عشر تيام. اه هنا عشرة هنا ممكن نقول له اه اه ممكن بقى باش مهندسين انتو عرفت انا هنعمل هنا بقى ايه عشان ناخد نشيطة تانية. اه والله انا عايز اشتغل صح وفي نفس الوقت. طيب بس بقى نعمل كده ونخلوها ايه احنا بنلعب في عشر تيام ممكن ايه. انتو فهمت ازاي تحدد. ولكن انا مش هطول في دي لانها مش هتأثر عليه. فهنقول له اهوت. وخلت خلتها عشر تيام. تمام? اه المتواصل بيلعب من تمانية لعشرة. انت ولكن في يغلق ما تعملش كده. انا عملت كده بس عشان نختصر الوقت. مش عانو يبدأ نعمل كل واحدة ونضيع في وقت. انا عندي تسعة عشرة ما فيش غير واحدة هنا تلاتة وهنا برضو نفس القصة تمانية تسعة فانا خلتها ايه وممكن نخلوهم كمان ايه نخلو المتوسط مثلا تمانية. او بس دي انا بعمل دي عشان اختصار للوقت لان انت فهمت ايه? ان انت عينك هنا حضرتك. لاحز ان انا هنا بص بقى من ضمن الاخطاء بل الناس يشتغل في الدول. هنا بديك تمانية وتلاتين اه تمانية وتلاتين في اليوم. ده انت مش محتاج غير ايه? محتاج اه يعني يومين. يوم. يعني ممكن يومين. ايه من ضمن الاخطاء هو. يعني انت محتاج هنا مثلا ايه? اه هنا دي عملناك اه مية اربعة وخمسين محتاج هنا اقارى خمسة. اه 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 لو قلنا هنا ده تسعة. ماشي. تسعة عشرة. ماشي هي 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 هي. طب هنا كام. اه هنا لو تلات تمنة ايام اه صح هنا تمنة ايام بقول لك تمحتاج تسعة وتلاتين عامل. احنا سبتنا هنا ايه? اه احضاشر عامل. اه تمانية وعشرين عامل. هنا بقى لو سبت الدوريش انا بش ماندس بيلعب هو يبدأ يلعب لك في العمال. يعني هنا خمسة واربعين. يعني انت احتاج خمسة واربعين نقطة اهي. هنا سبعة واربعين. هنا احداشر. هنا تلاتة وتلاتين. هنا تلاتة وخمسين. وقفت هنا اربعة وتلاتين. فديك برضو خطأ. لانك انت مسبب في الدوريشن. فالصح ان حضرتك الدوريشن اللي تتغير والعمالة هي اللي تزبط. لان هو الطبيعي ان انت بتجبع عندك فريق كده. يمشي مع مهندس السيفتي دول مجموعة بتاعت السيفتي مهندسين الموقع اللي هو السيفت او السيفت كرو اللي هو خاص بالموقع. وبيجو متخصص شغال لوحد. تمام? طيب. يصح ان كل مدة تتحط ايه ودي او اول حاجة لان انا كنت نفسي فعلا نعلمها لكل الناس ان ايه او الناس اللي اكيد في ناس عارفها كتير يعني واحسن منه ولكن للشباب الصغير اللي معرفش يحط مدة يحطها بناء على مدة زمنية مدروسة وواقعية. تمام? اه بعد كده هنفك الفلتر انا هنختصر بس للوقت هنفك الفلتر. وهنبدأ ايه نشتغل على احنا كده حطينا المدة اللي خاصة بالسيفتي. هنخش بقى المدة المهمة جدا اللي هي ايه بقى? انت في اي مشروع بشمهندس بيكون فيه نشاط هو عندك. يعني اي مشروع في الدنيا بيقى فيه نشاط اهم نشاط. او معنى صح هو اللي نحرك المشروع. لو اتاخر النشاط دي هو اللي اخر المشروع. تمام? ايه على سبيل المسال مسلا في الاعمال اعمال الخرصانة ايه دي اهم حاجة يعني مسلا ايه? ليه? لانها حاجات ببتيت تباني ورا بعضها. وفي نفس الوقت بتاخد وقت وفترات معالجة فهي دي لو اتمت بها كل الانشطة اللي بعدها ممكن تيجي مع بعضها. تمام? ولكن هو ناسا لو انت ايه? لو انت بتاعك انا متكلمش على بتاعك همنتكلم على البورج التاور. فالدرايفنج عندك هو نشاط ايه? اللي هو نشاط ايه? عموما يعني او عموما يعني او عموما. طيب. في الانفراستركشور احنا عندنا وخاصة لما تكون التربة صخرية زي الكسف عندنا دي التربة صخرية. فالدرايفنج عندنا هي هو الحفظ. لان طبعا بعوز دقاء وبعوز تفجير وممكن ايه? يتكسر وتغير وبتاع فاهم نشاط عندنا بقى في المشروع ده كله بقى ايه? هو او من اهم الانشطة طبعا طبعا اهم لانه برضو مهم مش اهم مهم لانه بيجي على طبقات وكل طبقة اختبارها والكلام ده ولكن اه النشاط اه المهمة عندنا المهمة عندنا اه او عندنا هنا في الحالة بتاعة الانفراستركشور عموما وخاصة لو كانت طبعا صخرية اللي هو الايه? اللي هو اعمال الحفظ. تمام? طيب. والنشاط دي بيحتاج ايه? بيحتاج معدات. بيحتاج دقاءات. فلذلك النشاط دي بيندرس. يبقى هنبدأ نعمل ايه بقى? تاني حاجة احنا عملنا فلتر على اه سيرف هنعمل ايه? ايه? كنترول سين. حضرتك. ويه اه بتعمل اه توقف على الفلتر احنا كنا عاملينه المرة الفاتت ده. وتقول له اه الاكتيفتي نيم كنتينز كنتينز ايه بقى بشوان بسيل? كنتينز اه الاعمال الحفظ اللي هو اللي هو ايه? اللي هو نقول له ابلاي. اكيه? جاب لي كده اعمال ايه? اعمال الحفظ. طيب. هنا بقى ركز هنبدأ ناخد برضو شوية انشطة كتير كده وبعد كده ايه? هن وانا فضلا نعملهم اصلا يعني حسب اه حسب المعدات يعني اللي عنده. اه كده بشوان بس تبدأ ايه? تشوف. لاحز بقى كمية الانشطة. لاحز هو لو عتخلص في يوم انت محتاج ميتة اه كم الفين ميتين وعشرين. يا تخيل لو عتخلص كمية الحفر اللي خاصة بالنشاط دي. طبعا الكميات مش موجودة هنا ولكن كميات احنا واخدين المعدة دي بناءا على الكيميات الموجودة في اكسلشيت يا شباب. الناس بتابع بس مش بتابع معنا من الاول. يعني الرقم دي احنا جبناه بناءا عن دراسة واشتغلنا كتير عشان نجيبه. فالرقم دي بقول لي ايه? الفين متين وعشرين حفار في اليوم. لاحظة اسم 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 الرسورس هنا ايه? اه الحفار. طب انا الفين متين وعشرين. ده انت في الحالة دي انت طب حط بقى ايه? احنا عندنا ماكسيمام تاني تاني رولز عن طبقها من الدي سيم ايه يا باش مهندس. احنا اول حاجة طبقنا كده ايه? طبقنا الفينش توستار. ان احنا الدي سيم ايه بتقول لك مع معدد الانشيطة ما تقلش عن تسعين في المائن. يبقى انا دلوقتي ايه? لذلك انا تعمد ان انا اشرح الدي سيم ايه في الاول. تاني حاجة ان عندي انا مرتبط هنا بماكسيمام دوريشن. تمام? يبقى انا دلوقتي بين حاجتين. الماكسيمام دوريشن ما تزيدش عن اربعة واربعين? طب تعال نجرب كده ونقول اربعة واربعين ونشوف عايز كم دقاءة? عايز كم دقاءة? خمسين دقاءة للأسف. لأسف باش مهندس مش لازم تجيب خمسين دقاءة. في المنطقة ده هاي? هتجيب خمسين دقاءة. طب حاضريك يا باش مهندس ليه? ما هو اه ما انت المشروع بتاعك كبير ما انت مش مستوى. وعلى فكرة حاليا فعلا انا بكلمك على كيس اصطادي حيي حاليا فعلا تقتل من مية دقاءة موجود. وجبنا بعد كده انا بس عشان الناس اللي هم صغيرين هيقول لك يعني زون واحدة. جيب لي فيها خمسين دقاءة وما البقية الزون زي ايه? ده احنا بعد كده لما لقينا المعدات لان دي مشروع كدير يا باش مهندس وانت بتكلم في مشروع داخل العالم اليار. احنا بعد كده جيبنا حاجة اسمات احنا بحكي لك كيس اصطادي حية عشان بس الناس ما تزهلس. لان انا وعلى فكرة وانا باعتمد برنامج زي كده الناس باعتمدوا عنده وعملنا اجتماعه بتاع. كان نفسه زهل من كمية المعدات لانه مش مستوعب. وصلت لمية واربعين ومية وخمسين في اليوم وبعد كده. بعدين بدأ نقدم حلول بديلة ان احنا نجيب حاجة اسمات ترانشار واللي مش عارف الترانشار يبحث عليه من اتو عبارة عن ايه استوانة كبيرة كده بتبدأ تحفر في الارض معدل اللي انتاج بتاحها اعلى شوية من ايه من الدقاء ولكن لها عمق يعني العمق معين فجبناها في شبكات المية والكلام ده كله بدأنا نشغل ايه الترانشرات وشبكات الرأي والكلام ده كله ولكن الصرف احنا مكبرين لان نعوم في الصرف اكتر والترانشار ايه اه له حد معين. طبعا انت هتلاقي مثلا ان كل اعمال اللي خاص بيه بص بقى زي وان بي اتش اس اس يعني انا كده في السور سيستم اهو. كل اعمال السور سيستم هتلاقي انه عددات فات ايه? تعالوا نهو في المشروف اللي بعده لان مياه فالحفر بتاع المياه قليلا لو عني اشتغل بقى اكترانشار في الحلقة دي. هتلاقي اقل شوية. اقل شوية مديك الف كان الف ستة الف آآ الف ربعمائة ستة واربعين. طبعا حضرتك لو اه يعني مثلا اه لو احنا منتكلم مثلا انا هتجيب هنا خمسين دقاء اه في الحالة اللي زي دين هنممكن لو حطينا ثلاثة واربعين واسا نقوله مثلا اربعة طب لو قلنا اربعة واربعين هتلاقي نفسك محتاج اقل محتاج اربعة وتلاتين ايه? محتاج اربعة وتلاتين اه دقاء في اليوم. اه اللي بعده ربعمائة اقلت بقى. لاحز كل ما تقل الشبكة ليه ليه في الصرف كان اكتر? لان الصرف دي انت بتعمل برنامج مدروس يعني بتدرس كل رقم فيه. وازا كنت بتاخد وقت. اه الصرف كان عمك الصرف اكتر والديبس بتاو اكتر والطربة صخرية. طب المية قلت. المية قلت. طيب تعالى بعد كده بقى ايه? هتقل لي خالص. طب حضرتك لو لو حطينا لو حطينا اربعة واربعين يوم. اربعة واربعين يوم. اربعة واربعين يوم. انت محتاج مسلا محتاج تسع دقاءات. لاحز يا باش مهندس. انا عمال عمال نحط نحط الدقاءات ونحسب في دماغي. يعني مثلا ايه? انا ومدير المشروع لكن مثلا خمسين. خمسين. لو هنشتغل بقى فينش تستار. تمام? او لو هنشتغل مع بعض. لو انا هشتغل شبكة الصرف مع شبكة المي مع شبكة الراي. تمام? انا في الحالة دي انا محتاج خمسين. خمسين. وهنا كام وهنا اربعة وتلاتين. وهنا كام وهنا تسعة. تضرب حضرتك تجمح خمسين واربعة وتلاتين وتسعة هيدوك رقم. تمام? اه بعد كده هنا اه شبكة ايه بعد كده? طويلة طبعا. طب لو حطينا مسلا لو نقوله مسلا اربعة واربعين. محتاج واحد وعشرين. تمام? اه هنا اه لو قلنا اربعة واربعين. محتاج خمسين. تمام? طيب. انا لو هشتغل بقى كلك مع بعض. طب عندي مش ايه? مش هيحصل. يعني ايه ان انت مش هتعرف تشتغل يعني لو اشتغلت كله مع بعض. يوم بحضرك ممكن تبدأ بقى تجمع. على اللي كده احنا قلنا اول واحدة كام? اه اول واحدة كانت اه خمسين. نقوله خمسين. وكام بعدها? اه كانت اه اربعة وتلاتين. اربعة وتلاتين تسعة واحد وعشرين خمسة. يبقى هنا اربعة وتلاتين تسعة واحد وعشرين خمسة. تمام? صميش امتحهم كام بقى عشان بس ايه? مية وتسعة. تمام يا مهندس? يعني حضرتك. لو لو هتشتغلهم كلك مع بعض انت محتاج مية وتسعة. ولكن ايه بقى اه? احنا لاحزة ان الاول ايه? انا اه بدأت نحط اربعة واربعين اربعة واربعين اربعة واربعين اربعة واربعين يوم. طيب. بلكن انا مسلا بنيجي عامل بنيجي عامل ازاي بقى? المهندس بيجي بقولك بقى ايه? انا ما هو انا على فكرة. الحاجات دي بيقى فيها اكتر من ساب كونتراكتور. انا بس بطول عشان اشرح لك مش هقول لك اعمل اعمل واعمل انا بديك بحسسك بالارقام. عشان هنغير الاربعة واربعين دي الفوق هنسبتها وفيها ارقام هتتغير مش هتوك باربعين. الحاجات دي بتوك بقى ايه? موجود. موجود. يعني كل زون وهو بالفعل حضرتك موجود في كل فيز من دي موجود مثلا ساب كونتراكتور. ممكن يو باخد فيز او اتنين حسب المعدات اللي معاه. فانا قلت له في اول حاجة بسم الله رمه رمه هاتلي خمسين حفاظ. هاتلي خمسين حفاظ. مش هنيجي بكرة ونقول له هاتلي اربعة وتلاتين حفاظ. تمام? لو انت هتشتغل مسلا ايه? لو لو فرض ان احنا نشتغل الصرف وبعد كده المي لو لو هو مسلا اديته الفيز لو اديته فيز واحد دي والحيو بتتقع الله يا ايه ساب كونتراكتور اشتغل فيه. تمام? اه احنا هنا فيه انشطة خاصة بالورين كورس ما ضيفناها اشياء يا شبابي. اه لا ده مفيش على صح. ناسف بس انا فكرت ما فيه فيه انشطة الورين كورس اه بص يا شمان ديس. عشان بس الحاجة اللي تفهمي. مش كله يكبر اربعة اربعين يوم. اه في مقاول في المشاريع الكبيرة اللي زي دي يجب فيه اه يعني انت معاك حوالي مسلا عشرين مقاول دخلين. او مسلا عشرة عشر مقاولين دخلين حسب حجمهم يعني دخلين معاك. فكل مقاول انت بتديله منطقة. في الزونات اللي احنا كنا مقسمين على ملف الكاتف كل واحد واخد ايه? واخد منطقة. فانت مش اول يوم حتقول له هاتلي خمسين? وتيجي بعد 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 شهرين يعني بعد اربعة واربينيه وتقول له لا بعد خلاص لا هاتلي اه ماشي 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 خلوهم اربعة واربعة وثلاثين. فانت كده خسرا وخاصة اللي كان من اول شاطر. لأ ده انا عايز اشغله مش عايز نخلي الخمسين شغالين معنا. يعني هو جاب خمسين حفار شغالين معنا. وبالتالي وبالتالي معك حلين. معك حلين. يا تدي له زون تانية يشتغل فيه? يا تدي له زون تانية يشتغل فيه? يا اما يا اما المدة دي ما تقباش اربعة واربعين. يعني معك حلين. يعني اما مسلا المدة دي مسلا تقبأ مسلا ايه? لو احنا عايزين وخمسين يعني نخلو المدة دي مسلا نخلوها مسلا خمسة وعشرين. ونشوفها يقبأ كم حفار كده? اه تسعة وخمسين لا يعني نخلها مسلا اه تمانية وآآ تمانية تسعة وعشرين. ونشوف كده? اه واحد وخمسين. يعني تسعة وعشرين. يعني ماشي. نتمشي. يعني يبقى ازا ايه? ازا المدة تبنت بناء على السياسة في العمل اللي انت هتشتغل به. سياسة في العمل اللي حضرتك هتشتغل به. تمام? طيب. في في المدة دي طبعا انا هطول هنا وبعد كده هضرب المدة بس انا عايز افهمك الانشطة دي بزات لانها الانشطة اللي جاية هتلاقيني ايه بضرب في المدة كده وانت اكيد عرفت سيكوانس هتمشي ازاي. يبقى ازا انا هنا حطيتها اربعة واربعين ليه؟ ليه هنا انا ما ينفحش؟ دم ايه بتقول لي واللي مش فاهم يراجع ايه واللي مش يراجع الكلام دي كله. طيب انا هنا ما ينفحش نزيل. هتزوجت تقول لي ما شوانس طب هو المقاول ممكن اما ما يداريشها لا في الحالة دي يا حبيب ما ينفحش. مش هتقدار انت يبقى انت مشートقتك المشاريع دي يبقى انت كمقاول او كشركة مشتقتك المشاريع دي. مش هتقدر تأخذ المشاريع دي هتخسر فيها وعيوبة شمعتك ايه مش كويسة مع الاونر. تمام? في الحالة زي دي انا عندي اعلى ديوريشن اربعة واربعين يوم. يبقى ازا هنجبر بتاعي. يا اما انا كشركة كشركة كبيرة نجد له انا المعدات ونخصم منه. بحيث ما يقلش عن خمسين معدة في المنطقة دي. تمام? طيب. لو لو عن شغله في الزون دي فقط. يبقى ازا المدة اللي بعدها هتقل بحيث من الخمسين هنا هيخلص الشبكة دي. هينزل هنا تسعة وعشرين. انا حطيه وبحطيت المدة دي بناء على بناء على المعدة. تمام? اللي بعده بقى. اللي بعده هنا ممكن تلاتة ايام. ده ده لو لو حطناها ده لو يومين. لو خمسين معدة. اه اسف احنا هنا اه لو خليناها مثلا اه عشرة. احنا نخلوها مثلا اه سبعة. طيب لا اه ده سبعة وخمسين معدة. لا اخلوها تمانية. خمسين معدة. تمام? زبطت كده ايه? زبط على خمسين معد. يعني ازا احنا هنشتغل عايخلص شبكة الصرف. بعد كده اخش شبكة المية بالخمسين بتوعه. وعايخش طبعا والمية مضغوطة شوية لان واحده خمسين. بس هتش طرف تزبطها بقى. يعني ايه? اه يا ايما ممكن مسلا تخلي دي تلاتين يوم. لو عايز تزبط يعني لو خلتها تلاتين يوم ممكن بس هتلقى قلت شوية. اه ثمانتي ايام. ويفضل تخلي المدة بالاكتر يعني. يفضل تخلي المدة بالسيادة مش بالنقصان ما دام انت ما عددش الاربعة واربعين ايه? ما عددش الاربعة واربعين يوم. تمام? يعني انا انا اه فضل هنا خلت تلاتين يوم ليه. تسعة واربعين مدة مش مشكلة. ممكن معدة تعطي لأiers حاجة. هنا هنا ثمانية ايام ليه انا معين على الخمسين. تعال اللي بعدها بقى اه هنا واحد لو اربعة واربعين يوم تجد بواحد وعشرين معدة. طب لو انا خلوهم مثلا اه خمستاشر يوم ستين. لا اخليهم تسعتاشر يوم. تمانية واربعين. اه تمنتاشر يوم. خمسين معد. يبقى ازا المدة التانية انا بنتها ايه? بناء على المدد ايه? التمنتاشر. تعال اللي بعدها يا باشماندس. تعال حضرتك اللي بعدها. وخلي بالك دي انشطة مهمة. يعني تندرس صح. يعني حتى في انت ممكن تزود عاملين تلاتة اربعة. انت بتتكلم على معدة ونزول معدة وما جايد معدة او الشر معدة فازا المدة دي بتندرس بتندرس بدقة عالية جدا. تمام? طيب اه النشاط اللي بعده اه لو هم اربعة واربعين يوم خمس معدات. طب لو احنا اه طب لو قلنا تلات ايام. لا اه خمسة وسبعين معدة طبنا خلوهم خمسة ايام. خمسة واربعين. انا عايزة نخليهم اربعة ايام. مم ستة وخمسين. لا خليها بقى خمسة ايام وخلاص. خمسة واربعين معدة. تمام? يبقى ازا في اول زون يا بش مهندس. احنا الدهات بتتكلم على ايه? اه زون واحد. فاول زون بنتكلم كده ايه? في اه خد بالك ده زون واحد صغيرة كمان. زون واحد ده دي مقاول. يعني انا جبت مقاول اه اه لا هي زون واحد فيز واحد. لا ده فيز واحد احنا على فكرة. مش مهندسين. اللي امتابع معنا. فيز واحد ده صغيرة جدا. ده فيز اربعة فيز اتنين وفيز تلاتة كبيرة جدا. يعني المقاول اللي جاي بخمسين معدة دي مقاول صغير. تمام? طيب. بعد كده هنخش بقى ايه? على اه على على زون اتنين نفس القصة. بتبدأ ايه? بتبدأ تقول له مثلا اربعة واربعين واتشوف ايروح معاك فين? اربعين معدة لو عايز تزبط على اربعين بقى في دي. بقول مسلا المقاول دي كان اه ولكن احنا نشتغل كلنا على خمسين. اه ممكن تقلل المدد بقى هنا. لو احنا نفترض ان احنا نزبط على ايه? على خمسين. لان في زونزة اصلا هتضطر اصلا هتكبر اربعة واربعين يوم ومعديها الخمسين معاك. ولكن هنا هنقللها. طيب اه نقول له هنا نقول له لو هنا اربعة واربعين. طيب لو اقول له هنا مسلا اه تمانية وتلاتين يوم. اه ستة بخلاها اه ننزل شوية سبعة وتلاتين. سبعة واربعين معدة. ما فيش مشكلة ممكن تخلىها سبعة وتلاتين او ستة وتلاتين. اه ستة وتلاتين وممكن كمان خمسة وتلاتين ده بتيجي كمان. خمسة وتلاتين يوم جاية معاك. خمسة وتلاتين يوم بالزبط يعني. طيب دي اه الف ستمية اه الف اه الف متين وستين. لو قلنا مثلا اه تلاتين يوم. تقل عن تلاتين يوم لو قلنا ستة وعشرين. سامانية واربعين معدة ممكن تقول كمان ايه. اه تقل شوية تقول له خمسة وعشرين. خمسين معدة. بايزا الاولان كان دي خمسة وتلاتين يوم. المدة هيخلص فيها. البيت خمسين معدة. ودي خمسة وعشرين يوم. ازا انت بتحط بناء على المعدات. طيب هنا ربعمية. ممكن هنا ربعمية وكسور. اه لو حطينا عشرة كباربعين نحط مثلا ايه. سبعة. سبعة وخمسين. طيب تمانية. خمسين. يبهي هنا تمانة ايام. اه اللهم صلى رحب المصطفى بعد كده دي تسعمية. اه تسعمية على الالف. ماشي. ما نحسب بانه ودي نحط ايه رقم عشوية كده ونشوف اروح معنا فين. اه هنا تلاتين اه ما هو تلاتة دقات في ساعة صحيح. لا احنا عايزين ايه? عايزين اه تلاتة وعشرين. احنا عايزين ننقل كمان دقاتة وشرين نقلل مسلا من سبعتاشر. اه انزل كمان ستاشر. سبعة وخمسين نوعيد. لا اه احنا مش عايزين سبعة وخمسين. لا احنا نطلع. خمانتاشر. خمانتاشر يوم. اه طيب دي هنحط مسلا اه خمسة ايام. انا خمسة واربعين. لا اه ست ايام. احنا ننزل بقى اه اربح تيام. طيب انا مش هتزبط ستة خمسين عادة اللي بخلها خمس تيام. تمام? وهكزا بش مهندس تي بدأ تزبط المدد بتاعة حضرتك بالطريقة دي. طيب ممكن انا بقى اه نخليها عشوائي كده ونضرب المدد. ولا ايه يا بش مهندسين في رسائل بتيجي الصوت جيد الصوت قطع. اه حضرتك تعرف ان مش. صوت تمام يا بش مهندس. اه هي في اسئلة مهمة يا بش مهندس ولا في ناس بتتكلم هو ليه في عنشطة كريتك. يا بش مهندس ما تسألش الكريتك اللي هتتشرح. لينه اكتر مد يا بش مهندس. بس في عشائلة بتيجي نراجع بس ايه? انا مخلص الاكس ار ابعد. يا بش مهندس انت لسه خلصت ايه? تلا انت خلصت فيه كلام كتير جاي في الاكس ار. هنبدأ ان شاء الله اه 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 شبكة الكهاربا رقم الزون. لو في خطأ في الزون زي عدلوه يا شباب. انت فهمت السيكونس. لو في خطأ عن بس الاسئلة. لو في خطأ في الزون. واللي بتكلم ان في حاجات كريتكال لا يا بش مهندس. يعني لسه ما خلصناش البرنامج. ده الكريتكال هيتغير وهتروح حاجات كتير وآآ واللي بقول انا بخلص اكس ار ابعد. آآ خلصت ايه? احنا لسه ده احنا لسه في شغل كتير في الاكس اه. اه اه انا انت فهمت السيكونس. اكيد في خطأ اه اعدله بقى. انت فهم السيكونس وراجع الكلام ده كل. اه كلام سليم جيدة. الله يكرمك يا بش مهندس اه المهندس احمد سمير. شكرا يا بش مهندس. شكرا يا بش مهندس. تمام اه اه الكريتكال بس جوابت عليه. الناس في الموارد أنا ملاحظ انها بتساوي زيرو. ايوة يا بش مهندس ما هي ال واحنا احنا صفرناها راجع محادراتي اللي قبل كدا لا زم تساوي زيرو يا بش مهندس لان ده لو لمتا ساوتش زيادة بقى عندك مشكلة. انا الكاست بس هو اللي هو اللي يساوي فلوس. بالنسبة لو المهندس اللي بقول محمد فودة يا مهندس محمد فودة في الموارد ده لازم تساوي زيرو. ده لو ما ساوت سززيرو عادوق غلط عندك يعني البرنامج هيحسب هيحسب الكوست اللي انت جيبها من الاكسيل وهيحسب الكوست آآ بتاعة الموارد. امتى بتساوي فلوس? وعتزبطها بعد في الكوست كنترول. وتحمل كل معدة بسعرها بالكلام ده. ولكن انا بقى اكلمك على الحتة اللي هي اسمها ايه? البيوكيو كوست. انت بتجيب البيوكيو بتحملها ايه? بتحملها على البرنامج. آآ السلام عليكم. آآ هو مش ممكن نصدر الاكسيل ونحط المدد للبوجيت عليه? ازاي يا باش مهندس مش فاهم? آآ تحط المدد للبوجيت عليه ازاي? يعني مش فاهم. يريد توضح سؤالك يا مهندس آآ هنداوي رجب. آآ وضح سؤال حضرتك. ازايك الله خيرا يا باش مهندس محمد الله كريمك يا باش مهندس. طيب آآ عنكمل بس الساحتين زي ما احنا متعودين بنفس القصة يا باش مهندس ان ايه? حضرتك بتبدأ ايه? بتبدأ تعيد المدد دي طبعا انا ايه? هناخد متوسط كده او هنفرد كده ايه? يعني افرد خمسة وتلاتين يوم على الكل وخلاص عشان ننجز. اهوت على الباقي بقى. وحضرتك ايه? بتبدأ ايه? في الداون. كده خمسة وتلاتين يوم وفرضنا ايه? وهنزبط احنا الفلوت مع بها. بس ايه يا باش مهندس ين? دي مش رقم احنا عرفت ازاي تحط ايه? عرفت ازاي تحط دوريشن. والباش مهندس اللي بقول لو ممكن اه نعملها على الاكسيل يريد توضح لنا لان اصلا ما ينفعش تحط على الاكسيل الديوريشن لان انت لازم هتقعد تصبط هي 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 هتقعد تصبط الريسورس مع الديوريشن ازاي? ما انت معك ريسورس ومعك دوريشن. دازم يبقل اتنين قصات بعض كده ايه? بتحط الديوريشن. وزي ما قلت لحضرتك اه دي ما تشرحتش قبل كده خالص. يعني دي التاني حاجة او تالت حاجة ما كانتش مشروحة قبل كده. محظم الناس بشرح لك اه الاوامر والكلام ده كله. لا كورسات مدفوعة ولا كورسات الفيهة باش مانسوا. لو تعرف والله لو تعرف احنا بناخد اديه في برنامج زي كده فلوس هتقول ان انت قاعد عتاكل كل كلمة. لذلك انت كده زمدك على جنبك. لو ما كنتش بلانر محترف يجب كده زمدك على جنبك. لان انا برنامج زي دي. لما بنعمله العميل خارجي عن شغلي مش هقولك انا باخد ايه. يعني اكيد الناس اللي شغالين في السوق هيعرفوا برنامج زي دي. بندفع في فلوس قدي وانا قاعد بتم حضرتك وبعمله. لو حضرتك سهقت من تكرار الكلام اعرف ان انا شغال. وانا السابش شغل انا دي بيدي اكتر من تلات اربح سنين اصلا معايا ناس بتشتغل شغال صغيرين بيشتغل. فانا اتعبت اصلا يعني انا بعمل الحاجات دي. فلو انت زهقت من وانت بتتفرج يعني فحضرتك ايه اه لاحز ان انا بشتغل كمان. فاحنا حطينا المدد. بناء على مزبوطة. طيب بعد كده بقى بتجي فاكك الفلتر لما بتخلص ابش مهندس حضرتك ايه كل المدد دي وتبعت خمسة ايام. ليه لما بتخش مع العميل بانتوك بماسك كل رقم مش مهزوز انت داخل على الارض سابتي. وعايز اقول لك يعني الكمال لله. انا الحمد لله برامج 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 شركتنا بتروح يعني ما بترجحش الملاحظات. خلاص ابروط 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 على طوال. ليه? لان كل كلمة مدروسة. وبعت بتاعك لو اشتغلت على الطريقة دي هو اوتوماتيك الاونر حيرتاح. لان انت دارس كل حاجة ودارس كل رقم معارف كل حاجة وبتناقش مقاف كل حاجة. فهي مزبوطة. طيب. خلصنا بعد كده عرفت المدد بتحط ازاي بتجي فاكك الفلتر يا باش منس حضرتك. تمام? بتبدأ تشوف اطلح فوق كده. وتبدأ تشوف اللي بعدها. اللي بعدها ايه? طيب. البيدنج الليفلنج ايه الدرايفنج هي ايوها? هنبدأ نتكلم عالبيدنج الليفلنج شوية. انا عندي حاجتين من الدرايفنج يا باش مهندسين. عندي ايه في الريسورس هنا? تعالوا بقى نعمل فلتر على البيدنج الليفلنج. كنترول آآ سي. كنترول سي كنترول في. وقلو. اوكي. اوكي. طيب نتكلم بقى عالبيدنج الليفلنج وبعد كده هن ايه شوية. عندي لاحظ هنا بصي تحت هنا باش مهندس عندك البوكات. ايهما اهم بالنسبة لشركتك? في الغالب بالنسبة التسعين في المية البوكات المعدات. لان العمالة ممكن توديها وتجيبها وتوفرها. يبقى ازا ازا انا عيني في الحالة دي فين بقى يا باش مهندس على البوكات. انا عيني وانا بنحط على البوكات. يعني بنشوف مسلا آآ نقدر نوفر قدي ايه? طيب. طب لو قلنا مسلا المدة تاعت النشاط دي مسلا لو قولوا مسلا ايه? آآ نقولوا آآ عشرين يوم. انت محتاج ستة. ستة بوكات. ومحتاج اربعة اربعين عامل. انا في الحالة دي انا عيني على ايه يا باش مهندس? عيني على البوكات لانه هو في في بوكات موجود بجيب بينزل بيزبط الحفر تحت وفيه بتزبط والعمال بتساوي هو بنزل لهم والعمال بتساوي الكلام ده كله. طيب. يبقى انا في الحالة دي يبقى عيني على البوكات. هل البوكات آآ كوي الستة ولا نزود شوية ولا نقلل شوية دي بيرجع مثلا ايه مع موديل المشروعي. مثلا كله كل زون يا باش مهندس. عديد بقى توفر الستة او المقاول بقى السفق مع الفكرة تتبع السفق وتركه بتكبيره طيب. امت بقى نكبيره انه هو يلازم يوفر لو المدة طبعا ايه? المدة ما ينفحش تزيد عن اربع واربعين يوم. طيب. يبقى هنا نقول له مسلا ستة ايام بستة بوكات. طيب هنا بقى نقول له مسلا لو عن نفترض ان هنا ايه? الستة بوكات يعني موجودين. هيشتغلوا مع نفس المقاول. يبقى هو احنا طلبنا من المقاول يجيب لنا خمسين حفار وفي نفس الوقت يجيب لنا مسلا ستة بوكات موجودين. طيب يبقى ازا انا آآ سبت الستة. دعا لنشوف هنا عن عوز قدي بقى. هنعوز مسلا نقول له هنا آآ ان هنا مسلا آآ سبع ايام. آآ لأ طمانتاشر بوكات. لأ سبعتاشر يوم. كمان بوكات. لأ خلىها مسلا من ايه? سبعتاشر يوم. طبعا تأسيد سبع بوكات انا نخلىها تمنتاشر يوم. طيب عشرين زيها. ستة. يعني ازا دي ستة ودي ستة مفيش مشكلة. طيب. آآ ما هي دي مية وعنداشر ومية وتلاتة وعشرين اصلا يعني تلا فت زيت كمان ماشي عشرين. طيب. آآ دي بقى لاحز بقى دي تمانية وعشرين ايه آآ محتاج لو خلاصة فيهم محتاج تمانية وعشرين. طيب لو نقول له مسلا ايه? آآ تلاتة في ستة تلاتة في تمانية باربعة وعشرين. نقول له مسلا ايه? آآ محتاجين آآ اربعة. محتاج اربعة لو اربعة ايام تتخلىها خمسة آآ ست ايام. تمام? يبقى ازا هنا ايه انا هنا هناخد عشرين يوم وهنا هناخد ايه? خمسة يوم. لاحز ان انا ايه عيني ما جاتش على آآ ما جاتش على الرسوء على عيني جاي على ايه على البوكات. انا مسبت هنا ايه? مسبت البوكات. تمام? وهنا مسبت البوكات. وهنا مسبت البوكات. طيب. هيجي واحد ويقول لي بشانة تمان العمالة هتزيد وحتقيل له موقص انت ايهما افضل بالنسبة لك. ايهما افضل بالنسبة لك. اه فعلا العمالة هنا مثلا ايه? هنا محتاج آآ ستة بوكات واربعة واربعين عامل. طيب هنا محتاج ستة بوكات وسبعة وتلاتين. يعني قريبة من بعضها. يعني اربعة واربعين وستة واربعين عامل ما فيش مشكلة حتى مسلا. لان كل شغل ما انت بتتنبأ وبتحسب يعني زارد. واي حاجة معتمدة على العامل البشري ما تتضاش تحسبها بنسبة. احنا هي مش آلة. يعني معدل العامل حتى لو بقولك مسلا بينتج مسلا بيفرد مسلا عشرة متر مكعب. النهاردة لو فرض عشرة الموت بتاع بكرة مش هيفرد العشرة. ممكن يفرد اتناشرة. ممكن يفرد تمند. لو الرادي بتاخر مش هيجيب لك خمس تيام. ممكن اعمل لك ادراه. فهي اي حاجة عشان بس ايه? الناس بقول لك مسلا ايه? طيب ما هو كده العمالة بتزيد وتقيل? لأ اي حاجة متعلقة بالعامل البشري ما تقدرش تعمل عليها كنترول مية في المية. ليه? هو مش مصنع. اه طيب لو في معدة ممكن تقدر تقول معدل الانتاج بتاع المعدة مسلا لو في مكنة تغليف او مكنة صناعة بسكوت او بتصنع الف بسكوتة في اليوم معروف النهاردة الف وبكرة الف ولين شغلا بالكهرباء. اما العامل بيزيد وقيل طبعا. آآ تمام? طيب آآ بعد كده احنا زبطنا دول تعالى اللي تحت كده. لو نقول له مسلا آآ آآ ست ايام لأ احنا لو ستة عايزين هنا اربعتاشر بكات لأنا عيني يعني نقول له مسلا ايه? امم نقول له تسعة. بقى ايه? اتناشر. طب خلت تلاتتاشر يوم. تلاتتاشر يوم. آآ ده اربعتاشر. ست بكاتة هي تسبتنا ستة بش مهندسين. آآ هنا نقول له مسلا آآ مسلا نقول له مسلا سبعتاشر زيها. خلها خمستاشر يوم. ستاشر يوم. الناس اللي شطرة في الحساب اكيد هتعرف بتعمل ايه بسرعة يعني? سبعتاشر يوم. سبعتاشر يوم. طيب دي. نقول له مسلا ست ايام. خمسة بكاتة بخلها خمسة ايام. اهو. طيب بقى ازا ايه? في اربعتاشر يوم سبعتاشر يوم خمسة يوم ازا للبكات سابت كده. تمام? وهكزا باش مهندسين. طيب انا حنجاوب بقى على الاسئلة الناس. وتبدأ ممكن بقى ايه? آآ عن اقفل دي بالمرة قبل ما ننسى كده. احنا عملنا المتوسط كامل متوسط اربعتاشر وسبعتاشر وعشرين. يوب بقى ايه? هنيجي مسلا على ديه كده ونقول له ايه? فلده ونخلصها. لا سبعتاشر وخلاص يوب بقى ايه? واللي عايز ازبط شغله بقى ايه? تمام? طيب هنجاوب بقى على اسئلة اه الشباب اه اللي جاية. اه دائما الله يكريمك يا بشواندس. الله يكريمك يا بشواندس. اه اه اه. الله يكريمك يا بشواندس. الله يكريمك يا بشواندس. انا مش عنا قد نقرأ كل اسم فانا الناس. اه بشواندس بشير. البادجيت كوس المفروض معادلة. البادجيت كوس بتساوي. يا بشواندس اللي بيسأل. اه اللي هو بقول بص يا بشواندس. اه محمد فودي. اللي اللي ذكر من شوية وقول بص مش هجوبك اسمع الحلقتين اسمع الحلقات اللي فاتت. واعرف ليه احنا حطينا دول بصفار ولو ما عرفتش يا مهندس محمد فودي. انا فاكر اسمك فودي هو. فودي. ماشي يا مهندس فودي. اسمع اللي فات. ولو ما فهمتش حضرتك ما هو ايوة. ما هي البادجيت كوس بتساوي في البادجيت يونيت. يا بشواندس انا شرحتها لك طبعا. ايوة ايوة. كلامك المزبوط. وليه انا مصفرهم? ليه انا مصفرهم? اسمع حضرتك اللي فاتت. ولو حضرتك ما عرفتش تعرف قول ليه وانا هقول لك اشرح حالك يا عمي. تمام? ولكن انا شرحها بالتفصيل. وليه متعمد ان دي بصفار? ايوة يا بشواندس ميليزم تجوا بصفار. تمام? اه طب ما ما تسألني. قول ليه. ليه في الكوست بسوي رقم يعني بسوي رقم طيب يا دي مش اسئلة اجابة على اسئلة يعني عشان الناس الشباب اللي اللي يقولوا اللي ماشي. ما تجاوبش على اسئلة كتير. اه ربينا اجزيك يا بخير يا بشواندسين. طيب البادجيت البادجيت يونيت و اه يا بشواندسين اللي مش فاهمين البادجيت يونيت لان فيه تاني واحد تتلم اهوت هنجاوبها لنشرح حالك. عمل معادلة. اه في واحد بقول لك عمل معادلة في الاسسيل للحصول عليه. تمام. اه في بشواندس بدي تجاوبة الناس اللي متابعة معنا. ويعمل المدة على الموارد الاساسي مش ممكن. اه اه المشكلة بتكتبه عربي مع انجليزي الكلام دي تلغبط بشواندس. واعدل المدة على المورد الاساسي. مش ممكن البادجيت يونيت ازهر. اه بماذا نقص الدكات. اه يا بشواندس البوكات اكتب بوكات وانت هتعرفه. البوكات وحضرتك هتعرفه عن نيكتي يعني الباس بتسأل. اه نكتفي بهذا القادر يا شباب. و اه اه دي الطريقة اللي هنعمل بها كل تمام? اه والشباب اللي عايزين اللي عايزين اللي عايزين يعني بعت لكم دي تبدأوا تعدلوا لي بناء على المدة ويريتوا يكون شاب يعني من الناس اللي حبيبنا اللي بعتلي زي قبل كده يعدل لي واحد زي كده واشتغلوا وجبهولنا الحلقة الجاة ان شاء الله. فانا هنكتفل نهاردة وهبعت لحضراتكم دلوقتي المهندس عمر وشرف لنا ان المهندس عمر يكون هو المتابع النهاردة يعني دراية الاستاذنة. اه هنبعتها على على الجروب. والناس تبدأ تزبط المدة. تزبط المدة بنفس الطريقة دي. تمام? ياريت يكون واحد خلصها هيريحنا. هنبدأ نكمل عليها ان شاء الله. فانا اكتفي بهذا القادر ان شاء الله في اسئلة جدتاني. اه شكرا شكرا يا بشمهندسين. شكرا يا بشمهندسين. شكرا لكم ربنا يا كريم. شكرا لكلها اه مش اسئلة كلها شكر. ربنا يا كريمكم بشمهندسين. ونراكم الحلقة القادمة ان شاء الله.